أنا مره مبسوط أنه ساكسشن سيقفل معنا هذا الموسم أنا مره مبسوط أنه HBO مكملة أنه هي تكون دائماً المعيار الأساسي في الجودة صح بتقدم مسلسلات بعض الأحيان تكون أي كلام بس ما بتقدم مسلسل رائع بتكون فعلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في عودة الحصاد بعد شهرين من الغياب تقريباً وبعد تقريباً أربع شهور من الغياب عن القناة عندي وأخيراً جبت لكم الشخص المختفي وحشن جداً 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 مستر ماهر الجامد مسائل فلها دول زيك بشر أنا كويس والله انت عامل إيه؟ إحنا حبينا نتدلع على الناس شوية عارف كده يعني على جونة إحنا نقول نتغلى نتغلى علينا دلع مرئ الصراحة بس ماشي يعني مهر أنا عندي فكرة طبعاً هو كان فين وكان مشغول في إيه والكلام ده كله بس برضو أنا مخدتش كل التفاصيل علشان يحكي لنا دلوقتي شوية هو كان فين وكان إيه لما عطلوا عنا ونوي على إيه في المستقبل والحاجات دي كلها فمعك المكروف لا أنت عارف كل التفاصيل كمان بس أنا مقدم حياة أنا فعلاً عارف كل التفاصيل وكنت أقدم بس قلت إيه دخلة ظريفة يعني فعلاً أقدر أنه أنت يعني تخليها شخصية قد ما نقدر طيب يا جماعة بكل بساطة كده أنا بداية السنة هذه بداية من نهاية يناير بداية فبراير بدأت أدرس الـ MBA أو ماجستير في الإدارة فقرار كنت يعني ما كان في الحسبان أصلاً جاتني فرصة حلوة وما كنت أتوقع أني حنقبل وانقبلت والآن لأول مرة من 17 سنة بارجع مرة ثانية أدرس وهذا إحساس غريب جداً 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 وبكل أمانة كنت مقلل من قد إيه الشي ده هيضيف مشاغل إضافية في حياتي فعلى الرغم أني بدأت فبراير بس حاولت بقدر الإمكان خلال فبراير ومارس أني أجمع الثلاثة الأمور مع بعض اللي هو عملي بيتي والدراسة حالياً بالإضافة إلى اليوتيوب فكانت في البداية يعني ممكنة بس مع الوقت بدأت تزيد المشاغل كثير في الدراسة فاضطريت أني أخذ خطوة الوراء وجات صدفة مرة حلوة أنه رمضان بدأ وشفت أن السينمات قللت من نزول الأفلام يعني والناس مشغولة في رمضان ومشغولة في مسلسلات رمضان وكذا فقلت فرصة أني أخذ كده خطوة الوراء أرتب الأمور قد ما أقدر عشان ما أرجع إن شاء الله أرجع بأسلوب أنا عارف أني أرجع مرة ثانية أكون ملتزم نوعاً ما وأنا اللي ما يعرفوه ناس كتير واللي يعرفوه ناس كتير ممكن قليل اللي ما يعرفوه اللي هي موضوع أنه أنا اليوتيوب بالنسبة لي يعني حواية حاجة بمارس فيها حاجة أنا حب أتكلم فيها وده الأولويات عندي واضحة البيت العمل والآن دخلت الدراسة فلازم ألاقي وسط هذا كله فسحة والفسحة حتكون ما كانت وإن شاء الله حتكمل اللي هي اليوتيوب نوعاً ما فكان موضوع ترتيب الأولويات ده كان يحتاج أن أخذ خطفة ووراً وارجع أركتب بعض الأمور وإن شاء الله وفي ظل هذه الترتيبات إيه هي خطتك أو استراتيجيتك طبعاً لسا بدرين نحن نقول خطة بس استراتيجيتك للمستقبل على خناتك إن شاء الله شوف أنا موضوع إنه أنا أصور وأمنتج وتنزل الحلقة يمكن أسهل شيء الموضوع المشاهدة هو شيء صعب بالمنتاج معايا الآن محمود عجز منتج شاطر شاطر يا جماعة أي فيديو شفتوا الفترة اللي فاتت كان حلو كان شغل محمود أكيد ومحمود هو اللي بيقدد كل الحلقات الأخرنية من الحصات سواء عندي أو عند ماهر بنشكره بنواجه له شكر رسمي من خلال هذه المنصة فمحمود حبيبي بادي معايا لفترة طويلة الآن فالآن وصلت لمرحلة إنه أثق تماماً إن لو وصلت له حلقة هو حيمنتج فموضوع إن أنا أكتب وأصور وأمنتج إن شاء الله إنه محلول المشكلة الأساسية اللي عندي الوقت الفضاوة اللي كان عندي أتفرج فيه على الأمور الآن انسحب مني تماماً وأصلاً عملية المشاهدة دي عملية ثانوية وملهاش أي داعي يعني زي ما اتفقنا إحنا دلوقتي يبقى عندنا ما يكفي من الخبرة إن إحنا نرجع أي حاجة من غير بشوفها من البوستر وخلاص من البوستر على الطول على الطول فأنا والله يعني الخطة الجاية والاستراتيجية الجاية إني زي ما قلت لك حاول قد ما أقدر إنه الويكند ده يكون يعني أعمل الفسحة لنفسي أروح أتفرج فيلم ولا شي وأكتب عنه المشكلة الأساسية في هذا الموضوع أنا بأشرح يا جماعة عشان تخش معايا جو محمود قل لي ونصحني إنه أشرح لكم الموضوع قدر الإمكان واللي خلاني أتحمس إنه أشرح بتفاصيل ومن غير ما أمل للكم إنه اللي بيتابعونا أصلاً ناس تحب ماهر وتحب محمود تحب تتفرج علينا بيتفرجوا ساعتين فعندكم الاهتمام يعني لو كان في قناتي كان مستعيل أعملها بالطريقة دي أشاهد إنه الويكند بالنسبالي كان هو الفسحة الكاملة أتفرج أفلام أشوف حلقات طويلة من مسلسلات أنا لا أخرج لا أروح لا أجي بيت عمل عمل بيت حتى مع أولادي فسحتين أتفرج معاهم أفلامة ونعمل حاجات زي كده مشكلة الدراسة الآن إنها هي جاية مع العمل هذا واحد اثنين هي عبارة عن هايبرد يعني أدرس 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 حضوري وفيها سفر لخارج المملكة عشان أحضر الكلاسات فيها فما بين سفر وما بين أونلاين وما بين حضوري أغلب الأحيان الدراسة بتكون في الويكند يعني الخميس والجمعة والسبت اللي كان الويكند بالنسبة لي صار الآن جمعة فقط والسبت صار فيه يا دراسة أونلاين يا دراسة حضورية في السعودية يا دراسة حضورية خارج المملكة ويوم الجمعة ده هو اليوم الوحيد في الأسبوع أني لو عندي حاجة للدراسة أبغى أسويها من كتابة من بحوث من شيء هو اليوم الوحيد في الأسبوع اللي فاضي تماما أنا فيه فصارت زحمة حاجات في الويكند واللي كان معاي في الويكند حنراح خلال الأسبوع بعد الدوام كنت أجلس قداما الكنبة كده وأشغل مسلسلات لحد ما أنام برضو هذا حيقل لي أنه غصبا عني كمان وصل الأسبوع فيه كلاسات بتكون موجودة بعض الأحيان في الليل أو بأجهز لبحث معين ولازم أسلمه خلال نهاية الأسبوع أو شيء الشاهد والعبرة من ده كله أنه فيه زحمة أوقات الآن فإن شاء الله حاول وسط الزحمة دي الأقل يكون نكمل زي ما إحنا حلقة في الأسبوع وإذا ما صارت أنتوا عارفين ده حين إيش اللي ساير أكيد الأولويات دخلت في الموضوع مع هذا كله حأركز قدر الإمكان على السينما لأنه هي اللي حطلع أتفرج فيها نهاية الأسبوع المسلسلات اللي يبغى لها وقت طويل للمشاهدة حأكون مقلل فيها بشكل كبير والأناميات اللي يبغى لها مشاهدة طويلة حأقلل فيها كمان بشكل كبير معادل الأشياء اللي كانت مستمرة معانا من أول زي سكسيشن الآن متنا نشغال الأشياء دي اللي من أول حنكمل لكن أتابع من الصفر وأعمل توصيات على مسلسلات جديدة زي ما كنت أسوي هذه حتكون جدا صعبة ما نلاقي لها أي حتى مدخل إلى الآن وإن شاء الله خير أنا اللي عايز بس أوصيك بي وأوصله لك هي نصيحة بنسمعها دايما من الناس أو طلب بنسمعه دايما من الناس لما بيبقى عندنا ظروف أو عندنا مشاغل أو متضايقين أو أخدين جنب أو أي حاجة من الحاجات اللي ابتبعتنا عن القناة ده ودايما بسمع الموضوع دوت ما بقلوش معنى يعني بفهمه جدا ما بقلوش معنى جامد لكن دلوقتي ليه معنى لأن هو دوتل عاوز أقوله لك لما الناس بتقولك ما تختفيش علينا آه يعني مشغول متفاهمين ورات حاجات متفاهمين اختار اللي تقدر تعمله وما تختفيش علينا لأن زي ما أنت بتقول كده الناس بتحبك وده طلب جايلي من جمهور كتير من مصر وجايلي من جمهور كتير من السعودية إنك فاهمين جدا ربنا يعينك في اللي أنت فيه بس خلينا في ذاكرتك نكمل مع بعض أنا بس هو الشاهد اللي بغى سيبكم فيها أنا ما أبغى اليوتيوب أو الأفلام تكون عبء إضافي أنا إلى الآن بالنسبة لليوتيوب بكل الجنان اللي فيه بكل اللي الأيام ما كنت أمنتجه إلى الآن ولكله هو الفسحة فالفترة اللي فاتت صراحة اللي خلاني كده أقول لا آه وأقعد كده فترة طويلة مو بس إنه رمضان كان فيه أسباك كتير ومنها إنه حسيت إنه طب واليوتيوب فبديت بيني بنفسي أقول لا آه لو لويات عندي معروفة عملي آآ بيتي والآن الدراسة حتفيدني إن شاء الله في عملي بشكل كبير فلا ما أبغى إنه عشان الناس أنا ما بتفرج عشان الناس ولا بأصور عشان الناس أنا بصور لي أولا وأقول رأيي والحمد لله الناس بتشوفهم أنا زي اللي بيروح الجم وبصور الفرق بيني بيروح الجم هو عنده هواية وأنا عندي هواية بس هو بيصور أنا بصوره ناس تشوفني وهو لا فالهواية دي مش شرط أن الناس تقعد ورانا يعني في شيء معين ما بغى هتكون عب هذا اللي بحاول أسويه لا بس أنت عندك أقصى درجات التفاهم من الناس هما بس يعني شعيز أقولك الناس الناس مش كانت عايزك تسيب اللي وراك وتيجي تعمل لنا حلقات الناس عاوزة تطمن عليك ده الهدف الأساسي فما توغش الناس عليك تاني إن شاء الله بإذن الله نكون قريبين بأي طريقة كانت بس أنا حبيت أن أشرح المواضيع أنا حتى الشهرين اللي فاتت دي محمودو حكيتك كل الأشياء اللي بنحاول نسويها في البحوث والأشياء دي الخاصة بالدراسة حاليا في الماجستير كلها أخذها من عالم الترفيه سواء أفلام المسلسلات نتفلكس اتكلمت عليها أكثر مرة عملت عليها بحوث معينة فبحاول اللي بأدرسه برضو يكون حاجة أنا بستمتع فيها أي بحث أعمله شيء أنا أقدر يضيف لي كعملا وكمان أترفه ما أنا بأسويه فيمكن جدام يكون عندي مواضيع أتكلم فيها والقناة أتكلم من الأشياء اللي بأسويها بس خلينا نشوف نرجع نتكلم على أفلام يلا نرجع نبتلي بما أنك تحجكت برمضان كتير فعاوزين نعرف رمضان على مستوى الدراما والترفيه أنا عارف برضو بس همثل تاني حجد تاني ومثل أن أنا مش عارف حاجة يا تارا كان جات لك فرصة أنك تشوف عدد من المسلسلات الرمضانية اللي كانت في الموسم اللي فات دهوات ولا لا والله رمضان كله هو الوقت اللي بعض الفطور ده على طول واللي يكون شغال عندنا عادة داما نبيسي تكون شغالة فطبعا بشوف الشيكيري وبشوف السندية رجعت لنا طاش مطاش وبس هذا الوقت الوحيد اللي بتفرج غير كده أبدا ما قاعد قدام التلفزيون لكن ملم نوعا ما ببعض الأشياء اللي ضربت وهنا اللي تكلمنا ورا بس قلنا نتكلم قدام الناس أحسن نأسألك عليهم أنا حستمر في الكلب وحمسر أننا حمتكلمش في حال لا إحنا فعلا ما تكلمنا ونقشنا بس قلت لك أنه في موضوعين عارف رؤوس الموضية أيوة أول موضوع أنا عندي فضول أفهم السيكولوجية اللي ورا الشعب المصري الحبيب وامتدادا برضو لشعوب العربية ومنها كمان في السعودية على كيف ندائما بننتقد شخص أو بننتقد حاله وبعدين كلنا بنروح نتفرج على المسلسلة اللي بيعملوا هذا الشخص أنا بالنسبة لي بعيدا عن أي شيء أي عمل ينتج ويكون في مشاهدة بشكل كبير من الناس أو شخص كل ما ينزل عمل الناس كلها تتفرج عليه بالنسبة لي حالة تستحق الدراسة فعلا بغض النظر أتفق مع الشخص أو ما أتفق معه أتفق مع العمل أو ما أتفق معه أحب أشوف أسباب النجاحة هذه وأنها تكون كفيلة بالدراسة إنه شيء صعب فوسط كل الملهيات هذه وكل المشتتات تقدر سنويا تخلي الناس تتصمر قدام الشاشة وتتفرج لك عمل هذا الشيء بالنسبة لي يعني مدعو للاهتمام جدا قبل كده أعلقت على تامر حسني وأفلامه والآن حابت نفق أتكلم معاك على محمد رمضان ومسلسلاته إيش السر يا محمود أبقى أفهم منك أنت عايش وسط المعام في نقطة مش صحيحة أوي هو الناس مش مضين له على شيك على بياض هو سنين في بعض السنين عمل فيها مسلسلات ما نالتش نصيب من المتابعة مسلسل السنة اللي فاتت بتاعته أنا أصلا مش راكر اسمه عندك إنسانك كان مسلسل اسمه زلزال معرفش هو اللي فات دوت واللي كان اللي قابله والبرنس باين لا البرنس ده كان مكسر الدنيا ما أنا حقول لك القصة من المشترك ما بين مسلسلاته اللي كسرت الدنيا اللي هما ابن حلال الأسطورة البرنس ودلوقتي جعفر العمدة إنها مسلسلات شعبية معتمد على التقلبات الكتير قوي في الأحداث عدد معقول من الألغاز دوافع كبيرة للانتقام والانتقام شيء مهم جدا في التركيبة بتاعة محمد رمضان وبالتحديد مع محمد سامي لأنه على الأقل عنده تلات مسلسلات من دول إن لم يكونوا دل أربعة معاه أعتقد تلاتة مش أربعة فلما الكيميا دي بتتبني ما بينه أو التركيبة دي بتتبني ما بينه وما بين المخرج وما بين الموضوع وما بين التحبيشات والبهارات اللي هما معتدين يحطوها في المسلسلات بتاعتهم لازم بتنجح بس ده مش معنى إنه هو شيء سهل لأن يعني أنا صخرت كتير جدا من مسببات نجاح المسلسل لأنه على المستوى الفني والمستوى الدرامي حقيقي مش حلو يعني بس جلتي بليجر ومستفز جدا مش مستفز بشكل سلبي مستفز بشكل إيجابي إنك عاوز تنتصر للشخصيات اللي انت شايف إنها كويسة وعاوز انت شخصيا تشوف الشخصيات السيئة وهي بينكل بيها ده مش سهل لأن كتير جدا بيحاولوا ويعملوه وما بينجحوش فيه ولأن زي ما انت قلت كده محمد رمضان من أكتر الناس اللي وجهت نحوهم عدد كبير من الحملات والانتقادات وأمور زي دي بس أرجع وأقولك المشاهد المصري عموما بيسامح قوي في الحاجات اللي زي دي يعني إحنا كبار النجوم في تاريخ الفن المصري أغلبهم عندهم مصايب مصايب كبيرة كمان مش صغيرة وتتعدى حدود السوشال ميديا أنا كنت أبغى أتكلم في ده الموضوع لأنه مو بس محمد رمضان محمد رمضان يمثل حالة عامة لأشياء كتير بتصير معنا يمكن حتى يتم إسقاطة على السوشال ميديا أنا محب أتكلم على السوشال ميديا واللي يصير فيها ما أشوف إنه شيء أبغى أتكلم عنه أساسا بس اللي تلاحظه دائما إنه فيه فئة دائما فيه أصوات ضدها وتكتشف مرارا وتكرارا إنه الأصوات اللي ضد لا تمثل الشعب أبدا يعني تمثل نفسها لا 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 الناس بتفصل لا 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 كتير الموضوع زي ما إحنا متفقين كده حط السوشال ميديا على جنب الناس دي أحنا مش بنكلم لمجرد أن ننتر رافض سلوكهم رافض طريقتهم رافض كلام زي ده دي ناس عندها مشاكل قضائية يعني تعرضوا لمحاكمات وتعرضوا لحاجات زي كده ونشر عنهم حاجات كتير منهم ناس قبل كده في تاريخ السجن وأنا ما بتكلمش عن محمد رمضان دلوقتي بتكلم بشكل عامل حاجات زي كده ومع ذلك يجي بعد كده يعمل عمل فني كويس حلو بيدحك لمس مع أوطار في الزوء المصري أو في الرغبة المصرية المشاهدة ولا أي حاجة من الكلام ده بتفرق عليه موضوع الكانسليشن كولتشر أو الكانسل كولتشر أو معاقبة الفنانين بسبب مواقفهم أو ما يرتكبون في الحياة الحقيقية في مصر أعتقد أنها تكاد تكون معدومة بس أنا أريد أن أقول لك الحاجة هو جعفر العمدة سمع عندكم ولا بزاهرة مصرية بس لا لا أنا عندي دائماً الرادار في الموضوع ده أبويا أوكي تمام يعني الوالد ما يشوف شيء إلا لما يكون فيه حوالين وناس يتكلموا على الموضوع فشفته وبيتابع بس أبويا طبعاً مو معيار السوشال ميديا برضو شايف أنه فيه التفات معين ما قدر أعمم على السعودية كاملة بس أقول أنه فيه فيه اهتمام في المسلسل وإذا كان شاهد معيار على الأقل شاهد كان يبين أن المسلسل من أعلى المشاهدات فأقدر أقول إيه بس أنا ما شفتها يعني حالة عامة بس فيه مرئيات معينة بتوضح أنه لا وصل للشي ده وما هي أول مرة هذا اللي خلاني أسأل محمد رمضان مو أول مرة أظنش ماني مركز معاه سنوياً بس كتير مسلسلات بتنزل وبيأخذ الالتباه أنا اللي مجنمني واللي حبيت وإنت اللي فتت انتباهي للموضوع ده شفت لك واحد من الفيديوهات كده في رمضان موضوع أنه أخيراً بدأنا نصحى أنه المسلسلات بتلاتين حلقة مش هي الحل أو مش هو الذوق العام الآن اللي مكمل وشايف أنه مسلسلات كتير وقفت على خمستاش راحت على خمستاش معادة جعفر عمد صح تلاتين حلقة في شوية مسلسلات بس طبعاً أبرزهم وأنجحهم جعفر لهم لتلاتين حلقة بس مكمل هل تلاتين حلقة كان يستاهل ولا برضو كان ممكن يسوي خمستاش يصير أنجح والله يا أهمة بص الطريقة اللي بيعملوا بيها المسلسلات زي دي والله لو عاوز ثمانين حلقة أحعملك عاوز خمسين حلقة أحعملك أنا ممكن أحشر أحداث ممكن أموت شخصيات وأرجع أحياها تاني ممكن أخلي واحد يتخطف خمس ست مرات ممكن أصطنع تلاتين خناقة مش قضية يعني شوف أنت عاوز تعبي قد إيه وعبي لك مش حالة بيعمل أنا صراحة من الموضوع ده كله اللي لفت انتباهي وإن شاء الله إذا لقيت فرصة علىقل شوف حلقة أو أتنين من باب المعرفة بالشيء هو مسلسل صفارة يعني حبيت البوستر أنا حب المثل جدا يعني الآدم ده إنسان يعني في له قبول سبحان الله كده وحاسس أنه بإختيارات وحلوة وشفت أكتر من شخصنا تابعهم في السوشيال ميديا ناس أنا أتق فارقهم برضو ومدحوا وأثنوا على العمل فإن شاء الله إذا لقيت فرصة على قلل حلقة اتنين طالع طيارة أو شيء بزرط دونلود منه حاجات عندك على الموبايل وبقى شوف حلقة في حلقة في حلقة في حلقة حقيقة الصفارة ده منه خفيف وإحنا معرفناش إيمته غير بعد ما خلص لأن في النص التاني من رمضان الوجبة الكوميديا تقلصت جدا فحقيقة بقنا في عرض يا سيدي كنت خلي ده لتلاتين لأن النص التاني من رمضان ويمكن ده هي الحاجة اللي مفتقدة عندنا دلوقتي في التوزيع هي إننا آه بقنا بالنوع شوية في النوعيات بس ما خدناش بالنا إيه اللي بتعرض في النص الأول وإيه اللي بتعرض في النص التاني أو تركزهم الأكتر كان في اتزان النجوم مش اتزان المواضيع فالكوميديا كانت موجودة في النص الأول وكانت غائبة تماما في النص التاني أنا اللي ما قدرت إني ما أشوفه وشفت حلقتين منه وبعدين شفت حلقة قدام مرة مرتي بتتفرج كانت وشفت العيون الدموع بتزل فقلت شفيش زاك فضولي وتفرجت كان مسلسل تحت الوصاية أنا ما شفته كامل بس عندي فكرة تامة عن بيتكلم على إيه ومرتي بتحكيني طبعا وقالتلي كل شي بس الجذب انتباهي بشكل كبير جدا الحالة اللي عملتها منزكي يعني أنا أبغى مرة تانية أنت يمكن جاوبت على السؤال اللي حسألك يا بس لازم أسأل أنت قلت أنه الشعب المصري موضوع الكنسليشن أو أنك تلغي فنان من الوجود عشان أنك موقف ضده موضوع ده سهل أنه يتشال يعني ما بيستمر وهذا اللي لاحظته مع منزكي يعني منزكي آخر عمل عملته عمل ضجة في مصر وفي الوطن العربي ككل أنه الناس ما تقبلت وجودها في هذا العمل والعمل أصلا ما حبوناس كثير على رغم أنه مقتبس من عمل أجنبي بس المواضيع اللي اتكلموها ما حنتكلم عن المواضيع كلها أتكلم على دور منزكي أنه هي جاية كشخصية تشرب وكشخصية مدرئي وأقدمت على مشهد جريء جدا تحس أنه جاي من حقبة تانية فمع أنه السبعينات كان فيها أسوأ ما كده وسبق أنا وإنتكلمنا في هذا الموضوع بس نأخذ اللي لنا فيه حسيت أن الناس كشت منها وعملوا حمله عليها وعملوا حمله حتى على زوجها حتى لما نزدل الفيلم حقه أظن أو قبل أو بعد إعلان أو شي رحت في فيسبوك أتليست شفت الناس بتهاجموا بهجوم شرس يعني وكان دوبوا العمل حق منزكي نزل هل العمل ده جاي صدفة ولا محاولة ناجحة من منزكي لتغيير نظرة الجبهور لها لأنه على الأقل لأنه على الأقل قبل نزول الفيلم المسلسل ما عليش إلا أقاطعك كان نزل البوستر وكان عندي فضول أشوف الناس إيش بتقول والكلام ما كان هين يعني الناس حكمت على المسلسل ككل من بوستر لدرجة يعني تواصلوا أيوة تمثل المحجبة أكيد حجبوها وحدة ما هي واعية وفقيرة وبعدين نهاية المسلسل تفك الحجاب وتصير هي يعني أن الحياة تابتسمت لها بعد ما فكت الحجاب يعني الناس وصلت لدي المرحلة من أنه ضد العمل وضد المسلسل شفت بعدين ردة الفعل كانت في رمضان إيجابية جدا فأباك تشرح لي إيش اللي صار بص نرجع تاني للنظرية اللي بقولها لك وهي أن ذاكرة الناس في موضوع إن حد يرتكب حاجة فتنتقده وتقسم إنك مستحيل ترجع له مرة تانية لا تمتدل أكتر من 10-15 يوم بكتير قوي إنها مش بس على مستوى الرأي العام اللي هو فيه ناس بتطير قضية وبعد كده الناس دول بيفضلوا سبتين على القضية بتاعتهم ويجوا ناس تانيين يغيروا المشهد لا يا مهر اللي فجأك هم هم نفس الناس يعني هو اللي انتقد وشتمه وقال مش حرجع هو اللي توقع من البوستر إن الدنيا حتطلع سيئة وبيهاجمه أو بيقلله من المرأة المحجبة هو اللي طلع يشعر في المسلسل بعد كده وبيقولك ده بيغير في القانون وبيعمل في الكلام ده كله وعلى فكرة هو مش بينقض نفسه هو مش مدرك يعني هو شخصين بينسى هو قال إيه والسوشال ميديا بتنسى هو قال إيه وزي ما اتفقناه هو خارج حدود السوشال ميديا الناس كلها بتنسى هو قال إيه طبعا إحنا لو مجرد رصدين للموضوع ده فلما تيجي ترجع للفنانين أو للعاملين في المجال نفسه وطبعا هما تمرسوا جدا 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 في الموضوع ده وأنا أكاد أؤكد وطبعا أنا ما عنديش معلومة بس أكاد أؤكد إن كل الحملات اللي بتتعامل على كل الفنانين ده لا عمرها هزت شعرف مونة زكي ولا هزت شعرف محمد رمضان وإن كان هو بيتفاعل معها علشان يكبر البي آر لأنه زكي جدا في المجال ده وتو بيشتغل عليه ولا عمرها هزت شعرف أي حد من الناس دول لأن هما عارفين كويس قوي إن العمل القادم هو اللي حيبقى مركز الحوار وفقت فيه أملة موافق فيه ليه بقولك إن أنا ما اعتقدش إن مونة زكي اخترت المشروع ده بالتحديد على أساس إن هو يكون العودة ليها بعد الحملة اللي فاتت والكلام ده لأن المسلسل تحت الوصية زي ما أنا وصفته في رمضان هو المسلسل الوحيد اللي له داعي ومش قصدي داعي يعني بيدفع عن قضية ومش قصدي إن له داعي يعني حلوة أو كلام زي ده لا إن الموضوع بتاعه هو البطل بتاعه بقية المسلسلات التانية مهر لما تبص عليها تعرف بالشكل كده ده محمد رمضان كلف حد إنه يعمل حاجة أو في حد راح لمحمد رمضان بقى خمس أفكاره هو اختار دي أمينة خليل في المسلسل وهو في رأي المسلسل الأفضل في رمضان اللي هو الهارش السبع في بودكاست لكاتبة المسلسل مريم مع صديقنا محمد أبو سلمان قالت له فيه بشكل مباشر إن كان فيه تكليف من أمينة خليل بإنها عايزة تعمل المسلسل عن الموضوع ده تحت الوصاية مش كده تحت الوصاية بينقل زي ما أنت تفرجت على الحلقات اللي أنت شفتها بينقل الأحداث لعالم من أغرب ما يمكن عالم واقعي حقيقي موجود إحنا ما نعرفش عنه أي حاجة فهنا القضية هي نمرة واحد ده تداعي العالم اللي إحنا موجودين ده فيه هو اتنين وهو دوت الدفع الفني اللي إحنا بنتفرج عليه ومؤخرا بعد ما خلصت كلام عن المسلسل تاني جات لي معلومة زيادة قدرتها جدا مش معلومة هو رأي ما كنتش مستطلعه من قبل وهو إيه رأي بتوع دميات إيه رأي أهل دميات وإيه رأي رأي أهل العزبة في اللي هم شافوه لأن إحنا كناس من القاهرة ممكن نشوف الكلام ده إحنا أغرب عليه نقول تفاصيل رائعة بس طبع ما نقدرش نصححها ما نقدرش نقول ده صح ولا غلط الناس حسب الرأي اللي جالي من صديقي واقل حمدي السيناريست طيرين بالمسلسل لطريقة الدقة في تمثيل الشخصيات باللكنة بتاعتهم بطريقة حركتهم وده موضوع ما كانش في دماغنا بشكل الرصيف بشكل ما عرفش مين عندهم تحفظ على حاجة أو اتنين ولكن بيقولوا من أجل الدراما حنسبها وخلاص ففي المجمل إجابة سؤالك لا أنا ما أعتقدش حتى هو موضوع أنه أنا دلوقتي يساهمي في النازل فلازم أعمل حاجة أطلع بيه ما أعتقدش أنها في دماغهم من أساسه أنا طب سؤال مباشر برضو هل هل الآن ولا من زمان أو نقدر نقول أنه لما نتكلم على التمثيل كممثلات منزكي طب حاليا في المشاهدة المصري آه طبع طب ليش في مشكلة مستمرة في السنمة المصرية ويمكن من التسعينات للآن ما شفنا أحد لا فاتن لا مفاتن فاتن مين لا منزكي ولا جبلها كمان اللي تحجى بديش اسمها يا ربي حنان تورك حنان تورك ما في أحد ولا حتى عبلة كامل مع أنه حاولت في فيلم أو اتنين وكانوا كوميدي جدر أنهم يشيلوا فيلم كثيرهم مسلسلات هل هذه الحالة دي هل الوصف ده الدقيق آه طبعا لا لا ده أنا هقولك حاجة اكتشفتها مؤخرا في حوار برضو مع صديقي عمر النصوحي سألني سؤالا كانش في دماغي بس طلع في محله تماما إن ستات مصر أشتر من رجالتها إحنا حاليا في الوقت الحالي ممثلات مصر يعني إنتر ما تيجي تقول من نجوم الصف الأول في مصر دلوقتي لو حاولت تقول عشر أسماء حيطلعوا ستة ستات واربع رجال أو سبعة ستات وثلاث رجالة الستات شبطر جدا قدين قدين يا أسماء يعني إحنا دلوقتي بنحط المونة زكي على قمة الهرم لأنها هي اللي لسه طالعة من تجربة فرش وكلام زي ده لو من كم شهر كم ممكن نقول هند صبري لو من كم شهر قبلها كم ممكن نقول منا شلبي برضو في نفس الموسم كنا بنقول أمينة خليل وفي جيل تاني أصغر سناً شوية مش قوي يعني طلعين وشغلين كويس جداً ويمكن المسلسلات ابتدت تنتصر للهيمنة داية بأنك لم تيجي تتكلم على نجم كبير قوي أو لا في ستات كتير يقفوا قصاد الرجالة بشكل قوي ويشيلوا حاجات في الأفلام ده لسه مش منعكس شوية وأعتقد أن دي مهمة عندهم هم كمان الممثلات نفسهم لأن مونة زكي قوي بتشيل مسلسل في رمضان ولكن لما تطلع في السنة ما تطلع دور تاني مع أحمد السقق أو حاجة زي كان كلهم قريباً صحيح كلهم أنا هذه الحالة الفريدة وإن شاء الله دا جاتت الفرصة مع أني أشايف أنه صعب الآن بس إن شاء الله وعدتك وحاق وحنسويها إذا جاتت فرصة ونتكلم على أفلام الثمانينات في تحدي دور السبتاشر أنا حيشهالك بس مش حفضل حيشهالك فوريفر والله العظيم وعدتك وحسويها أحاول قد ما أقدر الشاهد أنه إحنا خرجنا من الثمانينات وانتهى العصر حق المساواة نوعاً مو المساواة المقارعة بين الرجال والسيدات في عالم السينما المصرية وراحة ما صار عندنا مديحة كامل ما صار عندنا نبيل عبيت ما صار عندنا مرفة أمين واللي قبلهم طبعاً سعاد حسني وشادية وغيرهم خلاص وصلنا التقهكر تام وقعتنا فترة طويلة جداً هما اثنين ثلاثة في السينما اللي يطلعونا كانت مونة زكي واللحنان ترك كشابات طلعوا نهاية التسعينات مع الجيل الجديد وتوسبنا فيهم خيراً من شلبي برضو لكن متحجمين فأنا قلت كانت بدايات في السينما متحجمين بس هما حالياً في المسلسلات بيفرضوا سيطرتهم أعتقد بشكل واضح أفضل مسلسلين أعتقد بإجماع الجميع يعني في بعض الاختلافات مين فيهم أحسن من التاني بس ما فيش اختلاف كبير أو على أن هما الأفضل للهرشة السابعة وتحت الوصاية مسلسلات نسائية لحد كبير الهرشة السابعة ممكن يكون متزن شوية بس برضو أنا فتحت الكلام ده كان مع مرتي داك اليوم وكانت بتقول لي البندي اللي في الهرشة السابعة أنا ما شفته ولا شفت الله مسلسل تاني جد فيه برضو بتمدح فيه ناس يسمى المسلسل خلي بالك من زيزي خلي بالك من زيزي فبتمدح فيه وبتقول أنه زي في يوم من الأيام لما شفنا نيلي كريم في سجن النساء نفس نيلي كريم كمان من غير ما أطعق كان ليها مسلسل السنة دي ملفتش النظر قاوي بس نيلي كريم طبعا على قيمة الهرم كذلك في الأسماء اللي لازم نقولها نيلي كانت رومانسي ولا قوضي لا أعتقد أن الأحداث بتاعته كانت حاجة كده بتدور ياما في الصعيد المصري ياما في الريف المصري ياما شفتش منه حاجة بصراحة وأعتقد أنه كان ليها بلط يعني كان فيه حب كان فيها صراع وحاجة زي كان بس نتفق مع بعض أنه غباء من المنتجين كلهم حتى عندنا هنا في الخليج مع أني ما تابعت أي حاجة قل حاجتين بتكلم عنهم دي حين بسرعة أنه لما تستنى الرمضان عشان ده كله ينظر طب أنت كده قاعد تقول يعني يا وين يا لوز صحيح صحيح أنت يا تاخد كله يا محد حيشوف فحرام يعني حرام أنه أنا عندي معلومة صريحة يعني بس مش حقدر أقول من مين طبعا أن في عدد من الكتاب وعدد من المخرجين وعدد من الناس القائمين على مسلسلات اتضيقوا أن المسلسل بتاعهم نازل في رمضان هم ما كانوا شعاوزين يعني إحنا عندنا مثلا السنة دي اللي أنا حرصت أني أنا أتفرج عليه لأنه قطع سنين طويلة ويرجع مرة تاني لوطاش مطاش مسلسل كوميدي في يوم من الأيام كان لومة كانة كبيرة عندنا هو الفسحة الوحيدة اللي بنتفرجه هو الشيء الوحيد اللي كنا نشوف نفسنا ونشوف يعني إسقاطاته الاجتماعية سواء كان مواضيع كوميديية بحتة أو حتى مواضيع اجتماعية كانت كبيرة وجميلة فكان عندي فضول أشوف ناصر القصب يعضل السطحان إيش ممكن يعملوا خصوصا أنهما كانوا يعني بينهم خلاف لفترة طويلة جدا ضرورية لا ما كان لها لزمة بس شايف انتقاد لاذع ساير على الناس أنا شايف أنه كشي أتفرج عليه بعد المغرب اللي هو أنت قاعد طول النهار صايم ودوبك آكل وكمية سكر دخلت جسمه وكمية كافيين دخلت فقاعد ما بين مهيبر وما بين تعبان أي حاجة هتشتغل خفيفة مرحب بيها مرحب بيها فكانت تكمل لهذه الأشياء المرحب بيها بس أظن أنه الجيل الجديد اللي ما شاف طاش مطاش معانا زمان واللي كان متوقع حيشوف حاجة كبيرة هم أكتر ناس كانوا زعلانين أنه إيش دالة تتفرجوا عليه أنا بالنسبة لي كانت تكملة شفت ناس عارفهم من زمان شفت شخصيات عارفهم من أول هل هي أفضل شيء مشكلة طاش مطاش طول عمره ما يعرفين هي الحلقة ممكن تتكلم لك حاجة حلوة بس في الأخير ما يعرفين هي تقتم كده ختمة ما لها أي أي وجود بس رجع لطيفة ظريفة يعني غلقت الشهر معاها وقلت لهم شكرا العيب مو عليه مو على لطاش مطاش العيب عندي على مسلسلات تانية عملوا كويس في الجزء الأول مثلا حقهم السنة اللي فاتت وجوه الآن بجزء الثاني بالذات مسلسل اسمه منه ولدنا كل حاجة عملوها من الضرافة واللطافة وخفة الدم اللي كانت موجودة في الموسم الأول الموسم الثاني ده كله راح لأنه صرت بتحاول تشتر النجاح اللي كان أول في مسلسل لا يحتمل جزء ثاني كان بسيط جدا فكرة بسيطة ضريفة ممثل ممنطراز الأول أبدا بس الكوميديا اللي كانت عنده كانت خفيفة فلما تكمل نفس الكوميديا وعلى نفس القالب اللي بتكمل عليه هتخليني أقول انت ما استفت من الدرس اللي دايما رحلة بنتكلم وبينقول عليه في كل المسلسلات الثانية وبيتكمل نفس الاشترار فخسارة يعني أنا منه ولدنا كنت حابب انه يكمل بطريقة أجمل من كده ما قدرت انه أكمل المسلسل الأخير وممكن كلامي الآن ناس تقولك لو كملت كان شفت ما قدرت شايف اشترار لنجاح سابق ما له أي داعي شايف انه فيه مسلسل تاني يستحق يكون موجود في مكانه حاج سكة صفر حاج الشباب والجملة تحية برافو للشباب كلهم بيعطونوا حاجة جديدة وهذا كان يحتمل موسم تاني وثالث لكن منه ولدنا ما كان يحتمل أي مواسم نخرج من العربي نروح لا نخرج من العربي ازاي ايش احنا وصلنا كمان للصعودي ودي نقطة مهمة جدا نتكلم فيها لأن أنا من قبل رمضان اعتقد عدد من الأيام لم يكن عدد من الأسابيع الناس كتير عملت اوه شكرا شكرا كنت هتنسى ايوه 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 روح روح الاجتياح الرمضاني بتاع المسلسلات والأمور ديت وبعدين قبل الحصاد كان لازم اشوف حاجة وانا من الاول مهر عمالي يقول لي شوف الحلقة الثالثة اهم حاجة شوف الحلقة الثالثة وانا كان عندي شوية يعني عدد من الساعات قبل قبل ما نجلس الجلسة ديت ونبتدي نتكلم وقال لي برضو شوف الحلقة الثالثة انا بتريت الحلقة الثالثة وكريت في الرابعة وكريت في الخمسة واتفصلت عن العالم كله من حوالي وانا مبسوط وبعتذر على التأخير جدا ان انا تفرقت على الحاجات ديت وجهز لمناقشتها ايه الجمال دا ممتاز يا اخي شوف انا شهادتي مجروحة في فريق ميركوت في مالك نجر فابتيز المزيني ما تشرحي يا الحوار دا يعني انا اصدقاء افتخر فيهم جدا بس يمان هدول بدأوا يوتيوب هذا بدأ يوتيوب انت انك توصل من دال مكان وتوصل مو عشان نوصل كثير دخلوا نتفلكس الان نتفلكس بالنسبة لي مصر نجاح زي زمان نتفلكس هي المهم عملت ايه على نتفلكس مش مهم انك بس على نتفلكس لو شفت انا ممكن ارسل لك الان حلقة اسمها تحريات كلب ده دي مشهورة جدا عندنا في مجتمع الفيفا دي كل ما حد يطلع بنظرية يقول لك تحريات كلب هي دي مصدرها مسامير كذلك انا ما ادري هل مسامير هم اللي طلعوا الكلمة ولا مسامير من كتر كلمة تحريات كلب ما هي مشهورة اخدوها حطوها عنوان عندهم انا ما اعرف بس الحلقة حاجة تحريات كلب من اجمل حلقات اللي هي وصلتنا اظن اي احد كان يتفرج على مسامير من يوم ما طلعوا وصولا لتحريات كلب في اليوتيوب كان يقول اوكي الفريق ده يستاهل اكتر من كده الفريق ده مش مجرد يعطينا حاجة تضحك لا يقدر يوصلوا تفكير حلو قصصيا وهنا انا حيي مالك نجر جدا انا مرة احب الشخص ده واحتسب صداقته لأبعد درجة هشاكيد انا ما اقدر اتكلم ولا امدح لنصاحبي بس عنده فكر جميل الشاهد نتفليكس ورانا لو شفت مسامير من البداية بعدين شفت التطور لفتحريات كلب بعدين روحت على مسامير الموسمة الاول والان مسامير الموسمة الثاني تقدر تشوف التطور في كل شيء من كتابة من اسلوب التحريكة بتكلم من التلوين من جونة العمل تجربة السماعية كلها لبعضها انا قاعد رامي ودن مع الفولي اللي وراء الاسوات بتاعت الكلاب اللي بتهوها وفي الخلفية واحتكاك الرجل بالاسفل والكباية اللي بتتقلب والشايل ايه الجمال ده ازاي فيه درجة العناية دي انا اقول لك انا اقول لك ليش انا اقول لك ليش عشان وهنا مرة ثانية جماعة انا هنا ما بتكلم بشكل احترافي ابدا انا بتكلم بشخص بيتكلم عن صديق لي مالك نجر انسان يعني شفت يا فريح احنا نحب الافلام مالك زي انا واكتر تمام مالك موفي بوف على قولهم او انسان يحب الافلام ويتغلغل في تفاصيله بشكل كبير لما يبدأ يكتب يفتكر مشاهد معينة من الافلام ويقول انا نفسي شوف انا نفسي اقدم حاجة زيدي انا نفسي اقدم حلقة كلها في مكان واحد انا نفسي اقدم حلقة فيها توست فيبدأ من الفكرة دي ويبدأ اخش في التفاصيل حقتها والرهيب في مالك ويعمل معي ويعمل مع ناس كثير يتكلم مع الكل ويقول لهم انا سويت كده ايش رأيكم ايش اغير لكن لا يأخذ رأينا وينفذوا بس يبغى يسمع وممكن رأيك داية رمي في الزبالة ولا كأنك قلت اي حاجة بس عنده القدرة ان يسمع انتقادات من الناس ويحاول يأخذ من هنا ومن هنا لحد ما يعمل الكرافتينج تبعه او انه يؤسس عمل قائم على بناء صح جميل جدا وهذا اللي شفت في الموسم الثاني من مساميره وحلقة الثالثة تحديدا لانه عارف انه من زمان هو حاب بيعمل حلقة من دنه واقدر اقول انه عملها وبراظو انا شفت الثالثة والربعة والخمسة لو كنت سبتيني كنت هخلص الموسم وكنت حرج على الموسم اللي بعده من شوية وفي الحلقة الرابعة تقريبا اللي هي بتاعت المرحيد اللي في الفضاء ديت يعني عادة وانا قاعد في القوضة ببقى مدرك قوي للي حولي يعني لو في حد فتح الباب ضروري احس بيه مهما كنت حاطة تسماعة مهما كنت مركز او كلام زي ده انا اسامة ابني لان اسامة دلوقتي بيعمل ابحاث في الكمبيوتر بتاعته مش عارف ازاي هو فتح الكمبيوتر وجاب مصارينه وكل شوية خش اللي بحتة من شوية دخل لي بالناظر بورد ما سمعتوش ولفه وخرج وانا مدرتش بيه هو اللي قال لي بعدين ودي درجة اندماج ما تحصلش من عمل متوسط تعالوا نقول كده شوف الحلقة حاجة المصعد حتكون برضو جميلة عملها وان ست انه كلهم محبوسين في مصعد وبيتكلموا في الحوار مكتوب بشكل بشكل لافت فالشاهد اليوم لو بيتكلم ايش فيه عمل سعودي مستمر باستمرارية ولسه قدامه انه يكون براند عالمي كمان هو مسامير لانه قدر ياخد كلامنا اسلوبنا اسوأ ما فينا افضل ما فينا ويحطه في عمل من غير اي يعني على جولهم تضحيات بشي معين يعني حتى الصوت الكلام هو انت انسان مصري قدرت افهم الكلام صح؟ واذا راح عليك واحدة ولا اتنين قدرت واللي ما فهمتوش جذاب اللي هو ايه اللي هو ايه الجمال ده فهمها وزا اسمعها اكتر والاداء السوتي ممثلين مفيش ناس صوتهم كده دولناس بيقدوا قوي ابي دوي اغلب الاسوات حاج مالك مالك نفسه هو بيعمل اكتر من صوت بيعمل اكتر من صوت يعني بدي الكلب طراد هو اللي بيدي الصوت سلتوح كله هو اللي بيعمل الاسوات دي فيه معاه ناس تانين كمان بس هو اغلب الاسوات بيعملها مالك نفسه بس غير كده مالك اثبت واتمنى المنتجين يشوفوا الكلام ده والقائمين على اعمال يشوفوا الكلام ده لا تخاف من لهجتنا لا تخاف من كلامنا تمام روح اعملها خليك لان اللهجة البيضة اللهجة البيضة قتلت الاعمال حقتنا يا محمود احنا شبه قارة دولة شبه قارة كبيرة مترامية الاطراف وريني كل اللهجات عادي الناس هتفهم احنا ما متكلم فرنجي واذا كل ما سقطت سياق الموضوع حيخليه يفهم بالعكس حيخلي تصدير للهجة تصدير للمفردات يروح للناس بره يعني انا ما عرفش الناس ممكن تاخد الكلام ده على صعيد الصخرية بس انا اعني كل البلاتفورمز دلوقتي بتعمل موضوع السابتايتلز بالعربي زي ما هو وده كويس وبيحل مشاكل كتير وعلى فكرة ما هواش بس مقتصر على انك بتتكلم بلكنة بنفس اللغة انا مش فاهمها يعني الحمد لله احنا بتتكلم انجليزي كويس الساعة لما نجي نتكلم على فيلم بريطاني لا حطيلي حطيلي سابتايتلز بالانجليزي حتى لان صعب علي ازمع كل حاجة طبعا طبعا مليون في المية بس تتجي روبا ان شاء الله عجبتك جدا انا ممكن ارسلك كمان مجموعة حلاجات كده لازم تعمل كده انا كده كده هروح ادور على موضوع تحريات كلب ده انا الناس كلها عملت تكلم في الموضوع ده في الفيفا انا مش فهمهم يقصدوا ايه اكيرا محفب طيب طبعا منتقل للافلام بقى طيب الافلام انا عندي ملاحظة انا قدامي لسة الافلام دلوقتي طبعا هنعدي الناس عليها واحدة واحدة كلهم حلوي بدرجات متفاودة مفيش فيلم عاوز ازعله من الاخر يعني بس نبتدي ازاي نبتدي زمنيا نبدي نبدي باللي نزل في رمضان اول شي اللي هو فيلم 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 تترس وذكرني بعدين أبغى تكلم على اللي صار في العيد بس نبدأ بتترس طب لو نبتدي بتترس في فيلم تاني لازم نتكلم عليه بعض وعلى طول لأن الموضوع شبه بعضه بس خلينا نخلص تترس اللي هو لا موت تترس كمان في فيلم من الزمان وما شوف مفوض الحصادة اللي سابق وما شوف ما تكلمنا ميسنج ميسنج اوكي نبتدي بميسنج انا تكلمت عن ميسنج وقلت رأيي فيه وقلت انه عجبني جدا وفاجئني رغم انه هو جزء تاني ومشدود على نفس القلب وقلب والطريقة اللي بينفذوا فيها الفيلم زي ما تكون بدل ما كانت مجرد اسلوب تنفيذ بقت جونرل وحدها صحيح ايه رأيك انت في الفيلم انا الفيلم ده يعني اثبت يعني فيه حاجتين فيه معلومة اتمنى الناس تستوعبها عشان تعرف لأي درجة العالم دول مهمين في صناعة الافلام اهمية المنتاج والتحرير اوكي الافلام مو بس مجرد صور واخرج صح المخرج لرؤية معينة بس الناس اللي شغالة على المنتاج لها دور كبير في المنتاج النهائي كيف يطلع كيف الرؤية دي تترجم بالشكل ده الممنتجين اللي شغالين على سوق ميسنج الآن واللي كانوا سيرشنج في يوم من الأيام هم اللي ابتدعوا هذي الجنرى على قولك هما كانوا مجرد منترين في الفيلم الأولاني في الفيلم التاني هما المخرجين بالضبط فأشي لأي درجة وصل فيهم الكفاءة انها مو بس ياخدوا رؤية من أحد لا سرعندهم رؤيتهم الخاصة ويقدر ينفذوها لأن الفيلم يعتمد اعتماد كله على التحرير وعلى المنتاج كيف تجيب الأشياء بطريقة اللي عجبني في الفيلمين وقبل ما نتكلم في تفاصيل الجزء الثاني لأنه مقنع يا رجل لأنه فعلا أنا اليوم لو في الطبيعي وفي العادي غير المشاوير اللي بأضرب فيها في السيارة مثلا الطبيعي والعالي أنا قاعد قدام شاشة سواء كانت شاشة الكمبيوتر سواء كانت شاشة الجوال سواء كانت شاشة الأيباد أنا في شاشة ما موجود سواء بأشتغل أو بألعب أو بأتفرج على أفلام مسلسلات في شاشة شغالة معايا فكيف تخلي الشاشة هي اللي تروي القصة كيف تخلي الأبليكيشنز والآبس هادي اللي بتنقل فيها من واحد للتاني هي المراحل والشابترات اللي بتخش فيها إبداع إبداع بغض النظر عن طريقة التنفيذ وإيش القصة هذا المفهوم ممكن تطلع منه بأفكار كثيرة جدا مش رط تكون جريمة تقتل ممكن تطلع بحاجة رومانسية ممكن بدري إيه بس عامل الاتنشن والشد والتشويق هنا هو اللي أضاف للفيلم وأنا أشوفه مكمل على نفس النهج الرهيب اللي أعطانه هو في الجزء الأول هو فريق الفيلم ينسب له الفضل في التحول اللي انت بتقوله ده برضو لأن النوعية دا في البداية بيسموها سكرين لايف لو أنا فاكر اسمها صح كانت في الأول كل اللي تعمل منها أفلام رعب لأن هي الشخصية الغريبة اللي تخش في تشات أو اللي معرفش الفجر اللي معرفش مالها اللي تطلع لك من الشاشة والكلام دا كله هما دول اللي حولوا الموضوع للنوعية بتاعة الإثارة وكان في خوف كبير جدا من أن الفيلم دا تيبقى مجرد محاولة حل بالنجاح بتاع الفيلم اللي قابله ولكن هما خلاص رصخوا أنه بقى فيه فكرة وأنه فيه يونيفرس فيه عالم معين احنا جواه وطبعا مش هنعمل الغلطة بتاعة التيكن أن نفس الشخص بنته تتخطف 30 مرة ومراته تتقتل 20 مرة وبتاع لا احنا بننقل من ناس لناس تانية وزي ما انت قلت وها ملاحظة في محلها تماما إيه اللي حيخلي كل دا يحصل وراء شاشة أولا حقيقي إن حياتنا أغلبها دلوقتي بقت وراء شاشة ثانيا قلت الحيلة لأن في المرتين البطل بتاعنا قليل للحيلة هو مش عارف يعمل إيه هو عم في حياته ما حينزل يعمل كولومبو في الشارع هو يقدر يفتح الكمبيوتر ويحاول يدور شوية ويشوف إيه اللي حيطلع منه ميسينج كمان يقول لي الفضل أو أنا أثني عليه في نقطة أنه تطور الاستخدام بتاع الأدوات يعني كل الأدوات بتاعة الويب والسوشل والتعامل اللي ما كانتش موجودة أيام سورتشينج وبقت موجودة في العصر بتاعة ميسينج حضرة معنا وشغالة معنا وده شيء أنا احترمته جدا بصراحة في أحداث الفلد أنا اللي حبيته التقنيين ممكن والناس اللي حبوا التقنية هنا ممكن يلاحظوا هذا الشيء كمان سورتشينج الجزء الأول كان محصور داخل الأبس أو الأبليكيشن والبرامج الخاصة بأبل أي مسيج على فيستايم على مدر يعني قاعدت في كمبيوتر أبل بس هنا وهنا الذكاء وأنا مرة حبيت الشيء ده لما راح تتكلمت مع شخص ما هو موجود في أمريكا موجود خارج أمريكا وهذا الطبيعي وهذا العادي وأنا عندي كثير من زملاء العمل الأمريكاني اللي دائما يواجهوا نفس الشيء يلاقيوا أن ترى أوه في حاجة اسمها واتساب مو بس أي مسيج في الدنيا الواتساب موجود فهذا اللي خلاه ينزل يعني فكرة أنه ينزل الواتساب لأول مرة ممكن أن ترى شيء غريب لا هذا الشيء الطبيعي اللي صار في أمريكا النسبة كبيرة من الناس معتمدة على أي مسيج بطريقة كبيرة الواتساب دامه جزء من حياته فإنها تنزل الواتساب لأول مرة عشان تكلم مع واحد خارج أمريكا يعني تفاصيل صغيرة زي دي الشيء الثاني ما في تطبيق طنع منديك تروح اليوم وتلاقيه هو نفسه باسمه أو شيء مماثل يعني ما اختلعه حاجة ما هي موجودة كل الأشياء اللي صارت قابلة للتطبيق كلها ما في الشيء هذه في الروايات دائما يطلق عليها ثغرة في الخيال يقول لك تخيل لو في برنامج يعمل كده وخلاص أشبك لا لا أنا ما احتاجه تخيل هو موجود هو بشبك لك الأشياء اللي موجودة بطريقة تخليك تهتم فيها بشكل أكبر الشيء الثالث واللي أجمل من الموسم الجزء الأولاني بطريقة مختلفة الجزء الأول عندك شخص كبير في السن واليوم وهذا الطبيعي وهذا الواقع الكبار مو أفضل ناس يتعاملوا مع الكمبيوتر تمام فشوفنا كيف انه قاعد يتعلم وهو ماشي وبيكتشف انه بنته عندها الأشياء دي لانه فجأة فك حياتها كلها على اللابتوب اللي هو بيستخدمه على النقيب تماما انت الآن بتعيش مع الجيل حقها تولد وقدامها الأشياء دي كلها ففكرة انه اتنقل من مكان للتاني وانه أول حاجة تجيني في منصيبة انه افك اللابتوب وادور هذا الجيل فهذا كمان الكونتراست او التباين الجميل بين الجزء الأول والثاني عتبي مو عتبي يمكن بس لو اني بنقارن ونحطهم جنبها الجزء الأول كان فيه حتة المشاعر أكثر الله يناوراني كان اموصنل أكثر أي والخوف انه فيه بنت صغيرة حتى نهاية الفيلم كانت منطقية أكثر يعني انا عتبي على الجزء الثاني واللي ما شاف يا جماعة هنحرق الآن الأحداث هنحرق أكرر هنحرق فيلم ميسنج لا ينحرق عليكم يا جماعة روحوا شوفوه وانقزوا على اللي بعده هبدأ اللي عتبي انه في الأخير كأنه ما صار شيء يعني عاشوا بسعادة وهنا وخلفوا صبيان وبنات يعني تقدر تقول انها تعلمت تحترم أمها نفس الفكرة برضو التانية يتعلم يتواصل أكثر مع بنته ويبقى جزء من حياتها يعني برضو هم عاكسوا الصورة هنا علاقة الأباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالأباء في نفس الموضوع بس أنا معاك في أن تسلسل النهاية كان متوقع جدا وكان شبه حلقة من حلقات CSI من اللي كان بتتعامل دا لأنه هو ميل شوية على فكرة أنه بيلعب لعبة تكنولوجية جامدة قوي بتاعت الويب كام اللي ممكن يكلم من خلالها سيري دي كانت عبقرية بصراحة فهو ايه قالك قالك أنا أنجزت كفاية اللي حيحصل بقى مش مهم واحد يضرب والتاني يقوم والتاني يضرب والتالت يقوم دا ما كانتش حلو بصراحة أنا تويست أنا طول الفيلم أنا ما شوف اتكلمنا أنا وانت في الموضوع دا بشكل طفيف لما اتجابنا في الشرجية وعملنا الإفنت بس قلنا نسيب الكلام والنقاش جدام الشاشة أفضل انت سألتني سؤال هل توقعت مين قلت لك لا صراحة يعني التويست صار هو فعلا تويست بس من ناحية ثانية وجاوبتك نفس الجاوب دا أنا ما تقابلنا أنا جات مرحلة قاعدت تقول أوه يعني لو طلع أحد خارج أي شخصية احنا شفناها النهاية حتكون بايخة ما قلت أنه الأب أبدا ما قلت أنه الأب بس قلت يعني كل اللي شكينا فيهم مو هم طب مين يعني أكيد حتطلق لي للآن أحد طرف تالي طلع واحد استخب طلع واحد يستخبي ورش شمع الله رهيب وكيف تربط في البداية أنه في البداية كانت تستخدم ويندوز اللاب توب كان قديم كل يعني الأشياء كانت مزروعة بطريقة عشان كده أقول فريقة تقنيات المنورة مع المشاهد أنه يرقصك وبعدين تطلع الترئيسة كتقدم عينك بس أنت ما شفتهاش بس أنا ما حبيت أنهم قتلوا الأب يعني في الأخير وكل الفيلم دا أنا مرة ما حبيت وشايف أنهم بالغة بالعكس لو كانت الأمة كان يكون واقعي أكثر بس هم أظنهم راحوا للنهاية السعيدة أكثر من دي ناحية ما كان في لحظة زي اللحظة حاجة السيارة لما انخرجت من البحيرة في فيلم سيرشنك هذه اللحظة كانت يعني أنا أصابي كلها كانت من جد سعر هو كان عاجبه الإختراع اللي هو عمله بتاع موضوع السيري دوت العلمك دي من الأفكار ويتهالي كنت بالسيناريو أو كنت بالسيناريو الطماحين حتى يمكن يوافقوني في النقطة دي دي من الأفكار اللي تيجي في مخك وتقول أحيانا لازم عملها فيلم يعني أنا من قبل ما يبقى عندي السيناريو بالبتاع بالمعرفش مين فكرة إن في حد يكلم سيري من مكان تاني لو أنا حطيت الموبايل دوت وحطيت وراء حدوتة صح وحطيت الكاميرا ديت وحطيت وراء حدوتة صح أنا ممكن أبنلها فيلم لأن أنا معايا فكرة بمليون جنيه هتفق معك هتفق معك جدا طيب اللي بعده تيترس إيه رأيك في تيترس ده اللي أنا أولا تتكلمنا فيه فده حلو يلا أنا اتكلم كتير في مسينك جلنا على تيترس تيترس عبارة عن حكاية حدوتة ممكن تبان إنها مش ملفتة قوي وهي لعبة تيترس ديت قيمتها عاملة إزاي وأنا ما كنتش عارف قيمتها على الإطلاق لعبة تيترس يا جامعة بتاعة البلوكات اللي بتنزل وترصها والكلام ده أنا أول تعرض لها معها في التاريخ كان من خلال الجيم بوي بتاع واحد صاحبي أنا ما كانش عندي جيم بوي وهي تكتب على جنانك وتخلي الوقت يعدي عليك وأنت مسكة وأنت مش داريان خصوصا لو تعرضت لها زمان أول لما ظهرت طلع الموضوع اللي وراها موضوع كبير قوي لأنها كانت مملوكة لشركة روسية وهناك ما فيش حاجة اسمها شركة روسية خاصة تملك شيء روسي إذن فالحكومة تملكه إذن فالدولة تملكه والديفلوبر بتاعها كان ديفلوبر روسي وابتدت تخزو العالم شوية شوية وبقى في معركة كبيرة قوي على الحقوق بتاعتها ما بين الكمبيوتر وما بين الكونسول وما بين الهاندهيل ديفايس اللي تم اختراحها داخل أحداث الفيلم وبنشوف الأحداث بتاعتنا من خلال رجل صاحب شركة بسيطة هو هولندي عايش في أمريكا هولندي يحمل الجنسية الأمريكية وعايش في توكيو عايش في اليابان الجخصية حقيقية فعلا اللي كان بيحاول أو اللي شاف أهمية اللعبة ديت وبيحاول يحصل على الحقوق بتاعتها وبيقارع الحكومة الروسية وبيقارع الكي جي بي وبيقارع الشركات الكتيرة المتوحشة واللي أكبر منه بكتير اللي بتطمح هي كمان انها تاخد حقوق اللعبة والموضوع على مستوى التفاصيل مليان حاجات كتير أنا اتفاجئت ان 90% منها لما رحت قريت بعد ما شفت الفيلم دقيقة هو في 10% بس اللي فيها موبالغة درامية مش قدر الباقي كله حصل تقريبا زي ما الفيلم بيقوله بالضبط فيلم المطولة تارين اتجرتن الراجل اللي احنا بنحبه بتاع كينغزمان واللي شفناه مؤخرا في كان اسمه ايه بيرد بلاك بيرد بلاك بيرد ياس أنا ما كان عندي توقع 1% ان الفيلم حيكون بالحلاوة دي يعني كنت متأمل انه فيلم كويس انه مؤخرا صراحة ابل بتعمل حاجاته محاولات كويسة الممثل ده حنا نحبه الموضوع شيق بيتكلم على الالعاب انا انسان يعني احب الفيديو جيمز بيداتة الاشياء الخاصة اي شي خاص بالنيتندو اعشقه فقلت اوكي خلينا نتفرج الوقت عدة وافتكر وقتها كنت داخل دخلت المود حق اللي انا الان سايب اليوتيوب وخلينا اركز على على دراستي والحاجات دي كلها اعارف هنا اللحظات اللي دي قاتلك معدولة قوي دي بيزنس وماركتنج وحقوق والسينما وكل حاجة يا الله يا الله اقول لك جاعت اتفرج اقول ابغى اتكلم ابغى اتكلم عن الفيلم ابغى احد اتكلم معاه فاروحت على طور رسلت لجروب الشباب شوفوا الفيلم ده وكلموني ابغى ابغى اتكلم مع احد ابغى اتكلم جماعة على فكرة انا متأكد ان ما حيوافقني احنا عملنا اليوتيوب عشان كده عشان ما نطلع من فيلم حاسين باحساس زي ده نلاقي حد نتكلم بالضبط وتشغيل الكاميرا ده هو ايما بقى فطفظ وبقدين بشوفوا الناس قد ايه بتفطفظ معايا على كده وخلافه فالفيلم كان مرة حلو هذا واحد اتنين دقيق تاريخي انا ما كنت عارفين كذاب لو اقولي انا عارفين تيترس كان وراها موضوع وهذا اللي خلاني انشد للفيلم بس مول الدرجة دي الموضوع وكنت احسب ان الموضوع عبارة عن مشاكل بين اليابان وامريكا وهذا الشي دائم المستمر اي احد له في الفيديو مو بس يلعب بيقرف تاريخ الالعاب كمان يعرف كيف انه اليابان وامريكا دائما بتضاربوا على الموضوع الحقوق اظن لحدة مؤخرا مايكروسوفت بتاخد اكتيفاشنز وصوني رافعة قضية عليهم في اوروبا عشان توقف الديل وكل ده الامور ما توقعت ان روسيا في الموضوع فكرة ان روسيا تخش اشتخر عمرنا مسمعنا عنها في موضوع شبه كده ماهم في المشهد التطويري والكمبيوتراتي ده بيه طبيقة ان كانت ومو روسيا العادية بتتكلم الاتحاد السوفيتي بتتكلم على قمة النظام الشيوع ميخايل جربتشوف شخصيا موضوع في الفيلم ما بتتكلم على روسيا الآن وبوتين الحلية لا تتكلم على الاتحاد السوفيتي قبل فالمدخل كان جميل الاشياء منطقية كشخص اشتغل على الحقوق الفكرية كشخص صميم عمله حاليا في المواضيع ده وما يعرف بالليسنسين والترخيص وانك تتكلم ما بين دولة لدولة والعقود والاشياء دي رائع التسلسل العظيم والاكتشافات اعظم كيف التغرات انه ها هو قال اركيد فقط او قال الاجهزة الكمبيوترية وليس الاجهزة المحمولة ما هو تعريف الكمبيوتر يا السلام يا السلام كان رهيب صراحة انا بس عتب الوحيد على الفيلم ما اشوف انه كان له داعي هو النهاية الفيلم والمشهد حق الهروب والهروب الفضيع ده اللي سووه والاكشن انت ما تحتاج هذا الشيء يعني لو لا لو لا هذا مع انه كان حماسي بس ما تحتاجه ما تحتاجه وده الجزء اللي ما حصلش في الحقيقة هو الصراع بتاع الكيت جي بي ده كله على بعض ما حصلش يعني الصراع الكوربرت كله كان موجود وسبحان الله النهاية اللي بعد النهاية اللي انت قلتها نحرق بقى شوية صغيرة من غير بتحذير اهو كل حاجة ان المطور الروسي راح امريكا وعاش معاه وكون معاه شركة ده حصل فعلا بالزبط والشركة داية على فكرة هي تترس يعني هم عاملوا شركة ما بتطورش اي حاجة ما تبنيش اي حاجة هم مشكلتهم زي ما احنا بنشوف في احداث الفيلم يفكوا اللعبية داية ويسحبوا كل الحقوق في الشركة الجديدة اللي هم عملوها مع بعض وهم عايشين لغاية النهار دا على التايتل دا اه فيلم مرة حلو وتمثيل جيد هي المبالغات الدرامية دي في الاخير بس في الاخير كقصة حقيقية وصلوا للي يبغوا خلوني اهتم في الموضوع هذا مهم جدا فيه قصة حقيقية بالذات بتكلم على لعبة يا جماعة لعبة يا جماعة لعبة الشيء الثاني خلوني اهتم بالشخصيات انا صرت مرة مرة شاية الهمة المطور الروسي وبطلنا والحلو في القصة اللي خلاها جديرة بالاهتمام احنا ما بنروح ورا اللي اخترع اللعبة ولا بنروح مع شركة نيتندو ولا الشركة احنا واحد شافة البوتنشل شافة الامكانيات وراح وراها انا مرة حبيت حقيقية جدا مو دايما ان القصص النجاح تكون على الشخص اللي بدأ الشيء لكن الشخص اللي يعرف وحنا نتكلم الآن والنبي نتكاريني قلت لك احنا لو طلعنا من تاترس لازم نتكلم في اير ماينفعش نحط حاجة ما بينهم انا عندي تحافظ زيادة على تاترس فكرة المحرر الامريكي اللي دخل في الواقع القمع الروسي فجأة لانت حس ان انا بتفرج على روكي التاني تقريبا روكي التالت لو انا فكر صح يعني حس انها تيم مش محلها قوي او مش وقتها قوي بس قدرت قوي اللحظات بتاعت النوستالجيا لحظة الريفيل او الكشف عن الجيم بوي انا ماي هارت سكيبت بيت انا فكر كويس اوي احساسي اول مرة مسكت الجيم بوي تفتكر مو تفتكر هل ما جاك احساس انه تتفرج على فيلم من التسعينات او التمانينات انا حسس انك مقصود بالضبط يعني حسهم راح كوميك يعني راح كومي مو كوميدي كوميكي بزيادة لانه احنا اليوم في عصر خلاص ما صارت امريكا والحرب الباردة اللي معروس الحرب صارت اعلن انه جدام الناس كلها رجعوا لتقريبا لانه الفيلم بيصور حاجة في التمانينات فرجعوا حتى في طريقة التصوير لطريقة رؤيتنا عشان الناس ما تفهمش قصد ماهر غلط احنا مش قصدنا انهم بينقلوا ان ساعتها كان فيه صراع بارد عارفين كويس قوي بس انك تيجي تستعير نفس الاداة اللي كان بيتم استخدامها في الافلام والمسلسلات ساعتها بتاعت طريقة التصوير اسلوب التنفيذ والانتصار للحريات الامريكية امام القمعيات الروسية يعني كتير قوي افلام رجعت تتعامل مع الواقع ده بدرجة اتزان شوية وبدرجة واقعية شوية المرة دي لأ احنا روكي بيدرب دولف لاندغرين يعني العملية شكلها كده بس لو لا الاثنين دي كان الفيلم ممكن ياخد علامة يعني ممكن يوصل لشي مرة عالي بس هو كده حلو فيلم ممتع جداب الكل يتفرج عليه وبراظو نخش على اير بقى نخش على اير لاننا في نفس الحتة وفي نفس الحتة على صعيدين اولا النستالجيا لان احنا في اقصى درجات النستالجيا جوه احداث اير وبعدين نقطة تانية مع رشة وفيني ولا تختلف معايا فيها ما بين اير وما بين تترس ان الحقيقة بص امريكا او الغرب بقى لهم كتير قوي لما بيجوا يستعيروا قصة من الواقع بتكون قصة ماين بلون يعني قصة لا يمكن تصديقها شوف ازاي ارجو مثلا انت عمل مع شيء لا يمكن تصديقه وبعدين تتشف ان كتير من تفاصيله حصلت فعلا وحواديت كتير من هذا الاطار المبهر في تترس وفي اير ان الحواديت عادية جدا هو الحقيقة تعتبر الى حد كبير منطقية يعني انت ما عملتش معجزة انت ما عملتش حاجة غريبة بس هو داخل الطريقة بتاعت التنفيذ بتاعته وطريقة التعامل بتاعت الدراما خلاك تسخم خلاك تمسك الكرسي بتاعك وتترقب خلاك تبقاش عارف ايه اللي حيحصل تخليك قلقام تخليك اول لما تيجي لحظة الفرح او الخلاص تمسك دموعك من قد انت متأثر باللي حصل ده رغم ان الحدث نفسه انت لو قريته هو ايه عارف عارف هذه انجال عليها انسنة الاحداث وخلى الاحداث انسانية لدرجة انت تتخيي نفسك فيها احنا كلنا بنشتغل بنخش اجتماعات وعندنا مدرة وعندنا اهداف لازم نحققها وعندنا ميزانيات لازم يمشي عليها في التسويق مثلا وعرغم ميزانية تكون ضعيفة بس انطلب مني حاجة مستحيلة جيبها بالميزانية بالميزانية هذه عندنا احلام عندنا فلما تاخد الرحلة وتأنسنها وتاخد الاحداث وتقدر تسقطها على الواقع بالعكس المواضيع الصغيرة والطفيفة دي هرتبط معها اكثر من يقولي ارضو بالضبط انا مستحيل سأكون في مهمة داخل ايران ان اعمل حاجة بس طبيعي ان يصير لي اجتماع عمل ممل و احاول اقنع ناس فيه يحس منهم فهمين وهمهم فهمين حاجة و انا احس ان انا فاهم احسن واحد هذه اشياء ممكن ارتبط فيها جدا و اشوفها بشكل تام فالحلو سواء تيترس ولا فيلم جوردن الاثنين احنا عارفين النهاية عارفين انه جوردن في الاخير سن عندنا ماركة اسمها جوردن مع نايكي و انها الان من انجح الاشياء اللي موجودة في العالم حتى لو انت من انت ملم بكرة السلة او عالم الازياء الا و الا ما مروا عليك بطريقة دي ما او باخرى و عارف ان اللعبة تيترس الان موجودة ومن اشهر الالعاب فانت عارف النهاية انت من انت داخل انت بتتوقب النهاية السلم و النجح في الفيلمين حصلت كيف و مين لهاي دي نقطة اللي انت شرحتها دلوقتي و الله ينور عليك هي مش بس اللي ازاي لان اللي ازاي زي ما انا قلت مش مبهر هو المين الشخص بقى نفسه حصل له ايه فياريت تشرح لنا مين الشخص و حصل له ايه وكان ايه الحوار و ايه الحدودة بتاعت فيلم اير شوف فيلم اير بيدوية انا ما قلتلك اوه نصيت انا صورت اليوم فيديو الصباح رسلته المحمودة منتجه بتكلم على خمسة افلام منها ثلاثة حنتكلم منها هنا و اثنين ما لحقت انت تشوفهم و ديت تقييم فاتكلمت على اير في الفيديو هداك فيلم اير بيتكلم ببساطة شركة نايكي تمام والشراكة الانجح في العالم في تاريخ الاعلانات الرياضية اللي تم فيها الشراكة بين شركة نايكي حق المستلزمات الرياضية واللاعب كرة السلة العالمي من اعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة ككل مايكل جوردن كيف وصلنا اليوم انه عندما تخش اليوم اي محل نايكي هتلاقي ملابس نايكي بالشعار الخاص حقهم ده علامة الصح وتلاقي كده قائمة خاصة بملابس اسمها جوردن او جزم اسمها جوردن بشعار مختلف الموضوع يعني موضوع ممكن اليوم تشوف تقول عادي ما ترجع ورا تشوف انه هذا من انجح الشراكات الاعلانية في التاريخ سنويا ما بغى احريقة حتشوفها في الفيلم بتجيب ارباح خيالية للشركة او مايكل جوردن خصيصا وانك تعرف انه الموضوع ما جاء بعد نجاح مايكل جوردن مثلا الموضوع ده ما جاء والدنيا كلها حلوة الموضوع بدأ مايكل جوردن دوبه خارج من دور الكليات لسه ما لعب في دور الام بي اي المحترفين وانه فيه شخص جاتوا فكرة انه يعمل خط ازياء كامل جزمه باسم لاعب لسه ما لعب في دور المحترفين اصلا ليش هذه الفكرة جات وليش مايكل جوردن تحديدا واش اللي يخلى النجاح داي يصير واش التحديات اللي كانت صايرة والاهم انه نايكي وقتها ما كانت نايكي حقتها اليوم ما هي نايكي اليوم يعتبر موضع انه نلبس جزمتها ولا ألبس شيء نايكي وقتها كانت هزق شيء يعني في الحصة السوقية حقتها التالت او الرابع قدامها اديدس قدامها كونفرس هما الاساس فهم كان شيء عادي فكيف انه هادي الصفقة وضعت نايكي في المكان اللي احنا فيه اليوم وليش كانت ممكن ما تصير اساسا الفيلم بيخش في تفاصيل انا حركت عليك ده ده محرك ده ولا حاجة ده اللي كل ناس عرفوا روح شوف ايش اللي صاير اشياء يعني الفيلم جده يخش في تفاصيل جدا حلوة انا مرة احبت انا الفيلم سخاني بمجرد لما ابتدت التترات بتاعت الاستوديوهات الفيلم من استوديو امازون برايم فرايما هتلاقه في الاول تلاتين شاشة ما عرفش الموزع الفلاني والمنتج الفلاني والفلان اللي شارك في الانتاج والفلان المتولي العرض السينمائي والكلام ده كله والكلام دوت وشاشات دوت في نصها بتبدأ مزيكة موني فور ناثنج ستينج وداير ستريتس لو انا فاكر صح والموال ده والاغنية بتسخن اللي عارف يا جماعة موني فور ناثنج موني فور ناثنج دي كان التترات درنامج موقف وطرائف عندنا في مصر فالناس كلها مرتبطة بياه السخونة بتاعتها مع دخول الدرومز مع الكلام ده انت بفجأة بتلاقي نفسك يلا يا سينما يلا صحوا معنا ده في موال بيحصل والانترو بعد كده لما بتشتغل وبتبتدي الاغنية نفسها هي عبارة عن لقاطات كتير قوي من علامات الثقافة الشعبية سنة 84 80 لما بتحصل انا 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 خلاص انا حبيت الفيلم انا يعني انت عملت ده في اول ثلاث داية انا مليش دعوة انت هتعمل ايه في بداية الساعة ونص ولا الساعتين اللي انت هتقعدني فيهم انت كسبتني وخلصنا الموضوع انتهى من اللحظة دي بالنسبة لي والشاهد ترى يا جماعة امكن انتوا تحسوها انه ثواني معدودة جات على الشاشة بس هادي دفعوا فيها فلوس جامد لانه كل حقوق حاجة ناس اخرين مو حاجة مالكين الفيلم وبشكل عابر اوي ايه انك تحطها في الفيلم وتاخد الموسيقى وتحطها تريد دفعوا عليها يعني هاد قيمة انتاجية عالية فيمكن من البداية هتعرف واو الفيلم ده مصروف عليه لانه اخدوا الحقوق دي كلها وجابوا لك اشياء مختلفة من كل العلامات البارجة وازاي يا ماهر ازاي بص معلش هستدعي مقارنة صحبة شوية وحتطول شوية بس يعني ايه حزقاني بصراحة عايز اقولها فيلم بابلون اللي احنا طلعنا هنا وانتقد نبشة الواضح جدا اللي كان عنده قطعة موسيقى اسطورية جيف حاول في نهاية الفيلم وحاول يركبها على المونتاج تطور السينما عبر التاريخ وعمل حاجة لو عندك على الكمبيوتر حتعملها شفت دليت وارقودي في سلام الى الابد وفيه ناس كتير بالهبل خدوا نفس المزيكة ديت وعملوا مونتاج على تيك توك عشان يثبتوا ان انت كنت مهمل في اللي انت بتعمله ده لان الفكرة بتاعته مش وحشة بس كان محتاج يتعمل حلو اتفرج على المونتاج بتاعت الانترو بتاعت اير انهي لقطة من انهي علامات البوب كولتر مع انهي جزء من اغنية ماني فور ناثنج ليه اغنية ماني فور ناثنج اصلا هي التتر بتاعنا في الموضوع شكل الشاشة عامل ازاي المونتاج عامل ازاي الحركة عاملة ازاي بيرفكشن دي اقف قدامها واقول لا دي انا ما عمل لهاش حاجة على تيك توك الرجل ده عمل الصح من اول مرة عمل صح صح لا وهنا نيجي لازم جبل ما نتكلم على اي احد جبل ما نتكلم على اي احد انه الانسان هذا مو اخذ حقه في هذه الناحية بنقفل بنقفل مخرج مميز 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 انا نفسي يعتزل اي شيء في الدنيا ويركز على الاخراج لانه احنا مقبلين على اعمال جيدة الادم عنده عين حلوة للان عمل لنا يعني الافلام الميزة الـ Air وكان اخذ اوسكار في فيلم ارغو كمانا عنده عين في كيفية رواية قصة بيروي لك قصة يؤنسنا الاحداث يؤنسنا الشخصيات يخليك تحس تحس فيهم يا جماعة انا قاعد فيلم Air وسط اجتماع اجتماع يعني الاجتماعات المفروضة انها تكون هي رمز الملل لو تبتتجيب الملل تبتتشفر كلمة ملل قول اجتماع هذا خلاص انت تعرف كده انه هذا اجتماع عمل يعني ملل وانه حطه بطريقة تخليك تمركز وتقول ايش هيسوه متل اجتماع الجاي اللي هيصيره ده فهذه حاجة رائعة جدا انا عندي مشاكل في الفيلم بس انا اتكلم معاك في الايجابيات اول اقول ده بكلمش على كاست انا كان عندي واحدة من مشاكل في الكاست نفسه طريقة عمل الكاست بس ككل كل احد كان في مكانه السليم انا شو صراحة والاسمال اللي نجح في انه هو يجيبها ويسند لها الادوار ديت يعني احنا معنا بنقفلك شخصيا في دور المساند بطل العمل بتاعنا هو مت ديمان الشخصية الثانية وراها ممكن جدا لننقول انه هو جيسن بيتمن معانا كريس تاكر في دور المساند معانا مارلون ويينز في دور المساند ومعانا دور من اروع ما يمكن كالعادة ده يعني انحنا نتكلم عليها دا زي ما بنقول ان ريال مدريد فريق قوي فيولا ديفز من السلة جبارة ولو طلعت تقرأ النشرة الجوية حيبقى افضل اداء لقراءة نشرة الجوية في تاريخ البشرية وهي عاملة دور والدة مايكل جوردن وهي الشخصية المهمة في حياة مايكل جوردن والمتحكمة الاساسية في اتجاهات البزنس والكلام ده كل وبعدين تحط الناس دول مع بعض وتخلق ما بينهم تفاعلات وتخلق ما بينهم تبادلات حوار من اروع ما يمكن وكوميديا من اروع ما يمكن شوف انا مستني اني اتكلم معاك في دي النقطة لانه انا عندي حاجة اتمنى اني انا اكون جوطان وتصلحني وانت يعمل صلحتني في الشياء كتير وارجع اتفرج اشوفه بعين ثانية لانه اخرجت من الفيلم اتناقشت فيه كنت شايفه بين اثنين من اصحابي واحد شافه اللي بقول عليه والثاني ما جمع مرة اللي انا اديته كم مثال قال اه اوكي بس ما اريدت اكيد امتكي بزيادة الحوار حلو الحوار رهيب واقع دوبة بقول لك اجتماعات وتليفونات يا عمي انا ما نتكلم مع الايجنت على التليفون انا موت يعني كان من اجمل الحاجات اللي شوفتها بس في نفس الوقت في كتير من الجمل اللي قيلت باسلوب شيكسبيري مسرحي وعض مباشر او اقتباسات مباشر اكتر من انها حوار طبيعي ممكن يصير بين اثنين يعني الفرق يعني انا اقول لك كيف الفرق جماعة انا مو حرق بس حاجة ممكن تعتبر حرق لو واحد يبغى مرة ما يحرق بس ممكن في الاخير هو بيحاول يقنع الناس اللي قدامه وعطاهم خطاب حلو كده صح؟ الخطاب ده اللي قاله في الاقناع في الاخير مكانه صح طريقة القاءه صح ما عندي معا اي مشكلة بالاكتر يعتبر سوبر في الحوار لانه مكان استخدامه انه هو بيعمل بيتشنج وبيعرض بيقول ليش انا ليش تختاروني انا فالاسلوب ده جميل لما تجي قبلها في المكالمات التلفونية او في اجتماعات تستخدم نفس الشي في سياق حوار عادي لا هنا انت بتديني حاجة مباشرة بتخليني ها شوف انا باكت انتبه لهذا الشي اللي باقوله هذا واحد اتنين كثير من الاشياء لانه الفيلم بيغطي حقبة تاريخية مهمة في عالم كرة السلة حقبة تاريخية مهمة في عالم المستلزمات الرياضية والشركات ما لقوا طريقة ذكية انه يوصل المعلومة غير انه يقول لك هي مباشرة فلان الفلاني الحاصل على كده اللي سوى كده واللي عمل كده انت عارفه لا افوض انت بتتكلم مع زميل لك في المهنة بتقول الاسم وخلاص انت ما يحتاج تعطيني الموال فلو صارت مرة والاثنين كان انا حمشيها بس صارت كتير يا محمود حوالك الباس بتاعي في الموضوع ده اعمل ازاي دي بتميل قوي وشكلها واضح على فكرة للمدرسة الارون سوركنية في الحوار ارجع لحاجة زي افيو جودمن جوبز ستيف جوبز الاخراني بتاع مايكل فاسبندر اللي هو كتبه ماني بول الامور دي كلها على فكرة ينطبق على اللي انت بتقوله بنسبة 100% مفيش اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعضها في حوار طبيعي وبيقولوا الكلام الرائع العظيم المتبروز قوي اللي انتو بتقولوا ده ارون سوركن شخصية ما بقى بيخرج بقى بيزود فيها اكتر وابتدت بقى محل انتقاد هنا انت بتدي رخصة او بتدي باس كده بتدي له استثناء لقد ايه اللي انت قلته ده رغم انه ما يبدوش انه واقع انه يحصل في حوار طبيعي ما بين اتنين ولكنه حلو ولكنه جذاب جدا وعلى فكرة المدرسة ده بنقفلك من بداية الفيلم الطريقة اللي حامل بها اكسبوزيشن هو بقى هالك قال لك بص انا مش حلف هو دور حواليك اه انا عندي كام شخصية عايزين يقولوا كلام مهم حاستخدمه بعد كده في الاخر فهروح مستخدم اداتين هم مش احسن حاجة في الدنيا اولا هروح منزلك نيم تاج على الشاشة دامين وبيشتغل ايه وحقق ايه وما بقى وما بقى دون استثناء دالك هعمل بيت شيب اكسبوزيشن بس حلمهالك كلاه في اول عشر دايق ربع ساعة عشان بعد كده ما تشغلش بالك بيه وده اسلوب مباشر يعني انا انا ادايق بقى من اللي يلف ويدور حواليك ويتزاكى اكتر من اللازم انا معاك في ان ده بيكلف الفيلم نقاط بس هو في النهاية كان بيبريبك بيحركك كده عشان بعد كده عاوز ادفعك في الاحداث وخلاص لانه على فكرة فيه جزء عايز اقول ان فيه جزء في الاحداث تقدر تقول عليه توثيقي زي بالظبط خلال الخطبة والخطقة هو عمل برضو فيها انا باحترم المخاطرات دايت يا ماهر ان فيه واحد يقولك لأ انا حنط القعدة انا حعمل انا حعمل حاجة اموشنل اكتر من اللازم انا حعمل حوار شكسبيلي في غير محلو بس تعال اتشوف انا حعمل ايه تاني معاه في الخطبة اللي هو الهامت دايمان في الاجتماعي الاخراني وهي الخطبة الرئيسية بتاعت الفيلم ودي اكتر لحظة اموشنل ممكن تخلي المشاهد فعلا يدمع من عينيه المنتاج 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 كان بيسافر في الزمن المنتاج ما كان شبيحك الماضي كان بيحكي المستقبل فتيجي تقوله اه انت اعمل نفسي زابط بوليس وروح اقف جنب شباك العربية انت عملت اكسبوزيشن رخيص انت عملت اموشنل مش حلو انت عملت خطبة لا تبدو انها في محلها انت عملت استخدام لمقدمة عملتها في الاول من ان مارتين لوتر كينج ارتجلت جزء تاني من الحاجة بتاعته عشان تيجي تستعين بها هنا بس العلمك انا هقطع الرخصة دي كلها على المنتاج اللي انت عملته مينو هو كان بيراهن على ده انا انا حب انه تعطيني شوية ذكاء انك تتعب شوية في انك توصل للمعلومة بس هذا لا يؤدي انه الفيلم سيء بالعكس الفيلم حلو بس الحوار بس الحوار كان ممكن يكون افضل فيه ده اللي يخلي الريفيور يدي الفيلم 8 من 10 رغب انه قعد الريفيور كلها هيوشكر في الفيلم بس يعني ما تخليش ما تخلكش ودائما كل انا وانت بنقف في الغلطة دي وكلنا ستقف في الغلطة دي تقعد تقول عليها على انها مشكلة لانك عاوز تشرح ان ليه مش حديره 10 من 10 بس انت بينك وبين نفسك نفسك تكون ما تبقاش مضطرة انك تجيب سرطة من قصة بالضبط بالضبط هذا الاساس بنرجع مرة تانية على التمثيل انا مات دايما انا مرة حابب كيف انه صار يعطي الادوار بخفة كده يعني انا مرة اقتنعت ان هو هذا الدور ما اللي عارف يدي كرشو ولا لأ بس مرة اقتنعت كمان شكله كرشو شفت لما كان بيحاول يجري في الاخر اي وما قعدت تيهرس كده بطريقة فانا بقى ادور على كانت هي ولا لأ انا بن افلك يعني ما اقنعني ابدا انه هو رئيس الشركة حقات نايكي لانه اقارئ الكتاب حق الشو دوك واحس احس وهذه اللي قلتها في الفيديو اللي انا سويته او ماذا اللي قلتها ولا لأ والله ما اعرف انه لانه قاد اللي سمعت بنافلك بيتكلم وبيقول انه هو ما تكلم مع نايكي ولا تكلم مع جوردن انه راحوا لأحداث العامة واخدوها يعني ما راحوا وثقوا من احد وانه ميتابوا معاهم المعلومات الاساسية فاللي قري في حاجتين جماعة اللي يبغي اللي يبغي يستمتع جدا بهذا الفيلم او اللي حيقدر الفيلم ده اكتر اللي شاف الوثائق حق لاس دانس حق مايكل جوردن اوكي حيستمتع جدا اوه عرف قيمة ده بيعمل اكتر من كده انت تبقى شايف دالاس دانس تشوف الفيلم ده تعوز ترجع تشوف دالاس دانس تاني والله العظيم معاك حق الشيء الثاني كتاب من اجمل كتب السيرة الذاتية لقراطه في حياتي وانا حب كتب السيرة الذاتية جدا وهذا من اجملهم من الميكل الاجمل مع واحد ثاني اسمه شودوك مع ستيف جوبس بيتكلم على بداية شركة نايكي وكل التحديات اللي مروا فيها مع اليابانيين وصولا الى هذا الموضوع والموضوع ده كان يعتبر شبتر بس في الكتاب ما كان كل حاجة لكن تخيل الفيلم كامل كان عبارة عن شبتر في الكتاب في له كثير منه قصص الصعود والهبوط رهيبة جدا شخصية رئيس نايكي في الكتاب ليست اللي شفتها من بن آفلك أبدا هل هي مقصودة ممكن ممكن الحقيقة الغائبة الله أعلم فان بس أنا مقدرت أشتري عشان أنا جاري الكتاب لكن أضاف لي شيء كبير إن أنا عارف كل القوانين اللي حطينها والقيم حاجة نايكي أنا هادي كلها كنت جاريها جاي بكدة في الكتاب وعارف إيش اللي بيمشوا فيها موضوع السوش موضوع أن العلامة كيف هنعملت برضو في الكتاب ودي برضو شوية اكسبوزيشن ما كانت في غير محلها بس بالزبط أنت قدرت لتريفيا يعني قدرت أنت عارف السوش دا جاي منين أهو بينا جاي تفرج الفيلم بس بينا وبيناك أنا عايزة أعرف فكانت فهذه الحاجتين اللي اللي حتضيف لك في الفيلم أكتر الشيء الوحيد اللي هو اختيار بعض الناس هشيفوه ذكي وأنا شوية معاهم وبعض الناس هكون عندهم مشكلة فيه وأنا برضو معاهم إنه ما ظهر مايكل جوردان ليه ليه عن اختيار شخصي صح الأم لها دور صح الأب لك وله دور لكن اللي يعرف مايكل جوردان واللي شاف لاس دانس حيعرف أنه مستحيل ما كان له رأي كبير ونقاش كممكن يكون عظيم وكممكن يكون عنده رؤية بالداد في حب التنافس كيف أنه هناك يكسبوه وخلاه يوجع معاهم أنا كنت حابة شوف ده الشيء عاوزة تفضلها حاجة أخليها إيجابية بصراحة أنا عجبتني للسبب اللي حقوله ده بالتحديد إنك تفضل دايما كلما تفتكر الشخصية تفتكر وشه مايكل جوردان الحقيقي ما تلاقيش مسلسل في النص سوري ما تلاقيش ممثل في النص ما بينك وما بينك ممكن 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 أنا كنت حابة يلعبوا بنفس الدكاء ويخلوا الأم تتكلم بلسان مايكل إنه مايكل جاء أنا ما حسبش أنه ملهو قوي يعني هي قالت يعني وهي دخلة في الآخر هي واضح كويس قوي لا هو كبير يعني هو هو وافق يسمع يعني أنا كل اللي عملته إن أنا خليته يقعد يسمع لكن أنا ما أقدرش أخليه وافق أو يرفض وبعدين نرجع تاني للمقارنة السريعة مع تترس لحظة الريفيل نفس تقريبا نفس الريفيل بتاع الجيم بوي هو نفس الريفيل بتاع الجزم بالضبط بالضبط أنا مرة حبي أنا اللي اللي ما كان مذكور في الكتاب بالشكل اللازم واللي الفيلم أعطاله حقه أكثر المصمد حقه تظل حقه مايكل جو الله يا الله يا الله يا الله يا جماعة كيف التفاصيل الدقيقة دي هنا اللي يفرق بين إنه تتكلم على قصة حتى لو كانت حقيقية بس أقرب للخيال وبين حاجة حقيقية جدا لذلك تقول واو لذلك تقول يا الله كيف تفاصيل بسيطة ممكن ينبني عليها شركة بمليارات صورة النقزة دي بس الآن أيقونية أيقونية النقزة حقه مايكل دي يعني كصورة أكتر من أي شيء تاني فيلم جميل استاهل ويا جماعة الله يخليكم عشان أنا بتكلم هنا مع الناس اللي يتفرجوا علينا ويشوفوا ساعتين حصات هذه ما هي ناس طبيعية هذه ناس تحب الأفلام جدا شوفوا الفيلم في السينما ما تستنوهوش شوفوا الفيلم في السينما شوفوا في السينما هذه الأفلام تستاهل نبين حبنا للصناعة بيعلكوا حاجة واحدة بس تخليكم تنزلوا تشوفوه في السينما التمانينات على مستوى المزيكة كانت بداية السيطرة بتاعت البيس البيت اللي ورد جوب 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 بنت اللازينة أو اللي في الراك اللي هو البيس جيتار والكلام ده انت لو ما سمعتش شوفت الراب في البداية شوفت الراب التسعيناتي في البداية والراب التمانيناتي في البداية لو ما سمعتش المزيكة دي بإمكانيات سينما محترمة انت فتك كتير بس خد من يدي أنا اشتريت يا محمد ما دي لحنا البجية ان شاء الله يكون اشترك يلا عايز نروح على ايه بعض لا خليه في الاخير اللي في بالي ده هو فيه نين يحتملوا بعض الكلام بعض الكلام الكويت اه ده فيه نقطة مهمة جدا في اير ما عرفش عزيزينا طرق لها ولا انت طبعا عارف شركة الانتاج الجديدة بتاعت ماد ديمان وبين افلك طريقة التنفيذ بتاعتهم فكراتهم مجنونة فكراتهم مجنونة الناس دول يا جماعة بزبط هما قرروا ان هما حيعملوا شركة لانتاج الافلام بمشاركتهم هما الكنين الهدف الاساسي بتاعها ان كل الناس اللي عندها مشاريع طموحة اللي مش لقين اه حد يدفع عن حقوقهم ويجيب لهم العوائد اللي يستحقوها يخشوا يشتغلوا في الافلام بالاجور المناسبة وبعوائد او بنسب من عوائد الافلام اللي بيشتغلوا فيها ودللوا على ده فعليا بان كتب السيناريو بتاع الفيلم ده ده بيقولوا ان هو كتب من الشارع ده اول مرة يكتب فيلم وبيشتغل مع مين يا جدعان بشتغل مع ماد ديمان اللي كتب السيناريو جودو الهانتنج اللي يعد واحد من اعظم سيناريوات التاريخ بعترف الجميع وبرضو كان جاي من الشارع وبرضو كان وقتا جاي من الشارع وكان جاي من الشارع بنقفلك نفس الموضوع جيسون بيت من مخرج ومؤلف ونجم وكل حاجة انت عايزة في الدنيا كل الناس دول عدلوا في السكريبت ضافوا كلام ضافوا حوار بس لما جوم في الاخر يقولوا مين اللي حياخد الكريدت بتاع السيناريو ادهولوا لوحده منفردا فشيء عظيم ان احنا نسمع حاجة زي كده في الزمن العجيب يعني هذي خليني اضيف عليها نقطة ومعلي يا جماعة استحملوني بس هي نقطة حلوة ان شاء الله تعجبكم جزء من الدراسة حاجة الان وانه بسلم عليها الكتابات والأسيز والأبحاث اللي بنعملها انا اخذت نتفليكس كالاكتر الاساسي او الشركة اللي هستمد عليها اي دراسة حالة معينة في اي جانب من جوانب الاعمال فكان واحدة من ال فيه تول اسمها او اللي هو قوة عارفو الله يحرق انت رجعت تدرس يا جدعد انا قطعتك يلا معلم المهم فواحدة من الاشياء اللي انا حطيتها كتهديدات على نتفليكس هو ده الموضوع كان شركات مماثلة زي اللي بيعملها ماديم منه بنقافلك ليه؟ لانه كل اليوم لما انت تشوف اي احد بيتكلم مش مخرج كبير انسى سكورسيزي انسى الناس الكوبار دول بياخدوا حقهم ثالث ومثالث نتفليكس تتفعلهم عشان يجوا اي ناس دوبها طالعة صغيرة ترى بياخدوا ملاليم من نتفليكس ونتفليكس من جهة بتقول انا ماقدر اديك مبلغ عالي انا بحطك مع مئات الاعمال الاخرى وانت وش طارتك نجح العمل ولا ما نجح موزي السينما زمان السينما لو راح اول كان بديك تتكلم على ارباح شباك تذاكر بتتكلم على مبيعات تذاكر كم صالة راحت هنا اليوم هم متحكمين مية في المية في المنصة ومشاهدات المنصة والمعلومات اللي طلعت الناس بيتشكك في المعلومات اللي بيقولوها نتفليكس الناس بتتظلم مع نتفليكس ما بيدو لهم حق العمل اللي هم اشتغلوا عليه وبياخدوا ملاليم فاليوم الستريمينج والبث الرقمي هيكمل معانا ومكمل معانا لكن الشيء اللي ما هيكمل هم الممثلين وصناع العمل نفسهم انهم يكملوا العمل مع نتفليكس زي ما هو يا انهم حيقللوا من جودة اعمالهم يا انهم حيطرقوا نتفليكس ويرجعوا ويحاربوا بشركات اخرى زي ما مات دايما الان وبين افلك بيسووا لانهم قادرين يعيشوا ما هم قادرين يأكلوا ما بتكلم عن المثلين الكبار ولا المخرجين انا بتكلم عن طاقم عمل زي ممنتجين محررين طاقم تصويري الناس يدوبها طالعة يروحوا فين نتفليكس بالنسبة لهم زي زي ما تقول اروح اشتغل في مكدونالدز كده اشتغل بالساعة في مكدونالدز نفس الشيء اذا اروح اشتغل مع نتفليكس كمحرر ولا مصور ولا ولا وما الى خلافه فاللي ساير في المشهد اليوم السينمائي حرب بمعنى الكلمة مو بين منصات وستوديوهات بين انه انا كستوديو سواء انا نتفليكس ولا يونيفرسل ولا سوني ولا احد واني ااخد صانعين الاعمال الجدد مش القداما القدامي قدر حط سعره وتدفعه وتاخده الجدد واني ابتكر بشكل جديد فحنشوف مع بعض اشيال حيض الله بس تحيل بين أفلك وما دي من بقوله تأكيد بديهم العافية حنروح لمن بعد كده يلا احنا افلام العيد او ماريو يلا ماريو يلا ماريو قول ماريو كيف اول شي انت من الناس اللعبوا اللعبة طبعا اكيد على كبر والله يعني كم عمرك كان لكن كنت قبل محمد واسامة يا راجل محمد وهو طفل صغير على البلاي ستيشن 2 كان ابتدأ يدخل العالم هما الغالي لوقتي ما خرجوش من العالم بتاع ماريو والصونيك والحاجات بتاعت سيجا والأمور دي كلها فكانوا بيجيبوا الألعاب ويتبروني ألعبها علشان هما يتفرجوا علي يعني انت ما لعبت وانت صغير انا مش مش من الزمن ده واو لا انا عكسك تماما انا بالنسبالي وهذه المفارقة حتى قلتها اليوم في الفيديو ماريو الديموغروفي او الفئة العمرية اللي كان بيوجه له الفيلم ده ترى شريحة كبيرة لانه ماريو موجود من 40 سنة ففيه اللي تربى عليها في الطفولة زي واللي الى الان يلعب مع أطفاله اللعبة دي والأطفال اللي عرفوا ماريو من سنتين ثلاثة وصاروا منغميسين فيه جدا فانت لازم ترضي شريحة عمرية كبيرة لا انا حسامحك اللي انا متربي مع ماريو ولا للصغارة الان بيلعبوا فيه حيسامحوك لو قدمت حاجة ما هي على قدهم او على مزاجهم وهذا التحدي الاول التحدي الثاني ماريو كقصة كلعبة فيه ألعاب مبنية على قصة حلوة ورهيبة وكل ده ماريو القصة حكته بسيطة جدا عندك وحش ما تعرف ليش اخذ اميرة حبسها في قلعة وانت كل برة تروح تتحرر الاميرة هذي من القلعة وتخش في عوالم غريبة واشياء فكيف تاخد قصة بسيطة بهذه الطريقة أو تعمل منها فيلم ويكون فيه علاقات ويكون فيه ترتبط مع الشخصيات وما إلى ذلك فهذه كانت التحديين الاثنين واللي أنا بالنسبة لي أشوف انه نجح وبامتياز نجح وبامتياز وفوقها حتى اللي ما يعرف ماريو ودخل يتفرج برضو حيلاقي حاجة حلوة وينبسط بس مو زي الناس اللي ما هي دي نظرية يعني لما تفتقد عنصر النستلجي عند الناس الأكبر سنة يمكن يجي لك الانطباع اللي جالي وهو إن الدنيا يعني بص أنا في رمضان دخلت اخناقها كده مع المسلسل بتاع دنيا سامير غانم لما قلت للناس ده مسلسل طفولي الناس افتكرت إن أنا باشتم أنا أقول لأ يا جماعة هم مسلسل طفولي يعني مواجه للأطفال والأطفال يتفرجوا وينبسطوا كده أنا عمر ما تاخدش منه أنا حكم أنا ما عرفش حكم عليه لو أنت بقى دخلت الفيلم ده وانت ما عندكش عنصر للتواصل مع المستلجي فبناعنا عليه فيه كتير من الاستر ايجز مش هترجستر معك حتعبي عليك ومش هتفتكر لحظات من طفولتك كتير وانت بتتفرج ولو أنت سنك كبير شوية هتلاقي الموضوع عيالي مش طفولي عيالي يعني ودي أعتقد أن الفيلم ممكن يحسب عليها وينتقد عليها لأن يا ما شفنا أفلام قبل كده بيتتنطبق عليها كل الشروط بس على الأقل شوية من الفكاهة شوية من الكوميديا بتاعة كبار يعني مش بتاعة كبار لدرجة قلة أدب أو كلام زي ده بس تحترمها وتضحك عليها أنا أعتقد أن ماريو ده مفتقد عنده تماما يعني عملت بقارنة سريعة وأنا بتكلم مع أسامة ابني لأن أسامة أسامة ممكن يجي يتكلم معيك أصلا في الموضوع ده حتنقض الموضوع حسن مني قلت له أنجري بيردز قال لي بس أنجري بيردز جديد وهو عنده حقيقة في ده عنده وجهة نازل سليمة في ده أن أنجري بيردز باع كتير قوي لناس كبار في السن فهو عارف هو بيتكلم من لكن سوبر ماريو لما بدأ ما كانش بيبيع له كبار وما كانش حطت في النغو الكبار فيعني مقارنة كويس شوف أنا أنا بالنسبة لي الكبار القصة ككل وإنك تحضر مع أولادك تتفرج يعني ما هو ديزني ديزني دايما عندهم الأفلام ديزني إليه قبل 2020 دايما يجيب لك الفيلم ويقدر تشوفه بعينين عين الكبير وعين الصغير وهذا بالذات بكسار يعني بيكونوا ممتازين أنا مستني مرة الفيلم اللي حينزل لهم السنة هذه أظلم في مي ولا في جون مرة مستني أنهي واحد بتاقي إنك شوف نفس التيم اللي عمل إنسايد أوت اللي عمل حق المشاعر اللي جوه عمل فيلم تاني وواضح إنه نفس الموضور الشاهد إنه بيضيكية بالعينين بس هذي مو دايما الناس بتعملها غير كده بتلاقي فيلم يكون عائلي الأفلام العائلي اللي ممكن ينطلق عليها طفولية يتفرجوها العائلة كلها أنا ماني قاعد مخصود أنا ماني قاعد أشوف أداء مسرحي وطفولي زي كني بتفرج على بيلي بيز وش اسمه مديلي بارني ولا غيرها لأ أنا بتفرج فيلم طفيف بسيط وأنيميشن خفيف وأقدر أكمله الأخير بس ماني شافه بعين كبار غصبا عني لازم أشوفه بالعين العادية فأنا أتفق معاك إنه ما أقطى حاجة خاصة للكبار أعطى فيلم عائلي قدر إنه يروح للعائلة كلها بس أعطاك بس النجمة ديك الزرقة يعني ديه نكتة اللي مستحيل يفهمها الصغار صح والله يناورها هذه مجرد خواه الصغار أنا قاعد أضحك لحالي أولادي يقول له بابا أنت تعرف قلت له ميه وظهر معانا في واحد من أظنه في ماريو جالاكسي بس بغض النظر الحوار اللي مكتوب للشخصية دي كلب حوار حيوان يعني جماعة عشان تعرفهم اللي احنا بنتكلم على شخصية نجمة زرق كيوت قوي وجميلة كده في العالم بتاع ماريو بصوء شخصية عدمية انتحارية لا جبار وبوينتز كتيرة قوي للكاستنج وللأداء الصوتي والغنائي بتاع جاك بلاك مو طبيعي مو طبيعي ولو جينا على الذكاء حاجة ثانية من يوم ما جاء خبر انه كريس برات هو اللي حيتكلم ماريو متطرد بالهبر زي كتير ليه احنا والفين اتسمي لي ماريو دائما والفين على ماريو انه يتكلم بالطريقة هذة فكان بس لما تسأل نفسك سؤال هل كان منطقي فيلم كامل تسمع واحد يتكلم بالطريقة الإيطالية التيبكال الاستيريو الاستيريو تيبكال دي لا اكيد لا فهم كانوا اذكية في كيف يعالجوا هذا الموضوع من بداية الفيلم مشهد صغيرون في الاول عالجوا بالموضوع وعدها فعلا ما فيهوش مشايكلة ما فيه اي مشكلة كريس برات اعطاني حلو لكن اللي اعطوا اداء رائع جبار جاك بلاك في واريو في باوزر الله كان رهيب وستروجن في دونكي كونغ وكمان لويجي والله شارلي باي حتى لويجي كانت الاداء حلو بس المحصلة يا امان اللي لعبوا الالعاب وستكلم دحين مع الناس اللي شاهدوا اللي لعيت ما لعيت خلاص ما لي صلاح فيك اللي لعب والالعاب يا جماعة يا جماعة مو طبيعي كيف الذكاء في استخدام عالم ماريو جابو لك ماريو كارت بمشهد بمقطع كبير ولا اجمل جابوا لويجي مانشن بحاجة بسيطة كده بس على طول انا وغلان يقول لويجي مانشن لويجي مانشن جابونا ماريو ايش ماريو عبارة عن اي عن لعبة تنقز من مكان لحيط ما توصل لمكان تاني وانه عندك شيء صعب في النقزة جابو لك هي في البداية في مشهد تدريبي كأنه عندك بطل بيتدرب وجابو لك هي في مشهد ولا اروع كمان في النهاية الموسيقى يا رجل ريه تشتغل انا عشت نستالجيا عيالي انبسطوا فيها ففيلم رائع يستاهل انه قريب من ان يجيب المليار قريب ان يجيب المليار يستاهل صراحة فانا شايف انه كل شيء كالرهيب في الفيلم ما عادة شغلة واحدة ما قدرت عديها صراحة يعني انا طول عمري بقى اشوف جماعة ده ممكن يعتبر حرق اللي بيعتبره حرق فانقز انه دائما في الافلام او في القصص ماريو رغم انها طفيفة وسخيفة وبسيطة انه الملكة بيتش هي اللي يتم اختطافها وانه ماريو بينقذها ليش وكيف ما عارف عشان كده كنت كنت هتعمل الفيلم ده انك تجيب لي انه لويجي الان اللي مخطوف وبيتش هي البنت القوية اللي بتحارب فبرضو يعني ما انا شايف لها كان ممكن يلاقوا طريقة اخرى وانكمل على نفس النهج انت عملت عقلك بعقل الفيلم قوي هدوط انا حطيته لا انا كنت حابب انه يكون نستلجيا مرة وهي مخطوفة وهي تكون ماريو كنت نفسي اشوف كل الاشياء اللي عشناها في اللعبة يعني هذه نقطة الوحيدة المدخل women empowerment women empowerment بالهبن بس هادي هي غير كده الفيلم كان مراحل انا مرست امتعت مرست امتعت الفيلم يلا اللي بعده اخر فيلم في العيد ايش هو في العيد اه انت عاوزت تكلم في الزغلول العداوي على طول ووو خلاص هو اخر واحد لا لسه فيه create three وفيه شزامته اوو اوو طب نرجع نرجع لجديم نرجع لجديم نختم بالراجل الجام ايه شزامته تعال انا عادي على شزامته سريعا يحزن بيخ اهضر فرص بيع حاجات هو الموضوع مش كده خالص السراح هو الموضوع انه هو more of the same زي برضو كتير من التايتلز اللي احنا شفناها مؤخرا مفيش مفيش مش عايز اقول انه مفيش اجتهاد في التطوير هو الحقيقة فعلا مفيش مساحة في التطوير احنا محتاجين مخ مجنون يعني اكبر نقلة اجواء و ظروف وطريق التصوير وطريق التنفيذ شفتها بمخاطرة كبيرة جدا وكانت ناجحة هو نقل ثور من العالم ثور لثور راجنا روك انا دخلت راهنت بكل حاجة وراهاني كان طلع سليم المرة دي لما تخش على فيلم زي شزام واحنا عارفين الجزء الاول وانا حبيت الجزء الاول جدا كمان وبعدين تيجي على الجزء التاني more of the same انا معنديش الجرأة الكافية اني اجرب اعمل حاجة واحنا عارفين طبعا دي سي وظروفة شكل عامل ازاي فيلم ده نفسه كان عليه 500 عالم تستفان في الاخر حيطرحو ولا مش حيطرحو فمش عايز اقول عليه فيلم واحش ممكن جدا نستخشه وتنبسط به في بعض اللحظات الممتعة على مستوى الاكشن والسي جي اي هتلاقونا احنا نفسنا وانا بنريفيو بنقول more of the same بنقول نفس الكلمتين over and over again بس بشكل عاملة انا مش هقول ان انا انبسطت انا بتفرج عليه خالص انا لا انا حقول انه سيء انا حقول انه فيلم سيء انا حقول انه فيلم سيء الفيلم محبط الفيلم الزاعل مو عشان توقعات كانت عالية ولا انه باتمان مثلا انه من دي سي لا بس انه حرام انك كل شوية تشوف شيكا بيتبني بيطيح قدامك انت كنت قاعد تبني العالم ده وطلع طلي اكوامان وطلع طلي الشزام وكنا مستنين اللحظة اللي يجو مع بعض وصوبرمان طلعلي في الجزء الاولاني حرام تشوف انه ده كله على فشوش احنا شزامة الاول شوفناه في 2018 لو انا فاكر صح بتكلم 5 يرز يا جماعة خمسة سنوات مو سنة ولا اثنين وانحنا عندك فرصة كافية للتجهيز يحزن انك تشوف بطل الفيلم يطلع في السوشال ميديا يقول لجماعة سيبوا جون ويكو روحوا تفرجوا على فيلمي يعني للدرجة دي لا لا هو ديسبرت قوي وانا حسيت يعني زعلت له لرضا بالاهانة اللي هو فيها يعني هو ارتضى تماما انا تخيلت ان هو حيطلع يجادل في موضعه اللي حطه فيه كريس روك بالكلام اللي كان عامله قبل بلاك ادم وقتنا بلاك ادم والكلام دي كله انا من النيراتف بتاع زاكري ليفاي هو راضي خلاص هو بيقتنع جوه الفيلم وبرى الفيلم وفي السوشال ميديا وكل حاجة انا بطل درجة تانية انا قطر خير الدنيا انه هما مديين لي فيلم اصلا بتاعي انا عارف كويس قوي ان الفيلم دوت حيفضل في المكانة ديت بس اشفقوا علي وخشوا تفرجوا علي مرة كان شي حزن وهذا الشي ان شفته بعد الفيلم ان شفته قبل الفيلم كنت يمكن احزع الزيادة الشي التالت لو دخلنا جوة الفيلم انت كنت في الجزء الأولاني تعال نتكلم على الأشياء التقنية في الجزء الأولاني كنت جاعة تلعب على اللعبة مرة حلوة انه عندك طفل يتحول لشخص كبير صح هذا التباين جميل انك شف شخص فكرنا بقه احنا عملنا المقارنة ذا كتير بالضبط بالضبط فكان ما زال بيتصر التصرفات طفولية على رغم انه هو كبير في السن صح انت فقدت هذا العامل تماما في الجزء الثاني انه هذا الطفل اول شي كبر وصار كبير وتصرفاته هو كبير افضل من تصرفات شزام شزام هو الطفولي ما زال بالطريقة غير يعني لو نضجل اتنم مع بعض كممكن اقول اوكي فيه تطور على قل سواء ممكن نتكلم بعدين حلو ولا مو حلو بس انه فيه تطور مرحوظ بس انه شخصية الطفل تنضج والسوبر هيرو حقه ما زال طفل غير منطقي غير منطقي الستب كله اللي انت عامله غريب حاجة تانية وانا عارف طفش كل الناس فيها والله ما عندي مشكلة مع البنات والله العظيم النساء فوق راسي بس اللي ساير الآن وانه القوة لازم تكون معايا سيدات فيها يا جماعة مو لايق عليهم الدول يا جماعة انا اكاد اجزم انه 80% ل90% من اللي يتفرجوا افلام السوبر هيروز اكترهم رجال يا خدين افلام لينا يا اخي لهم اهتماماتهم يا اخي لا خشوننا في حاجاتنا خلاصت انا غرفت والله العظيم انا غرفت ما ينمز محمود مهني ان ده ايضونات اندورس ديس ميسج والله طفشت والله العظيم طفشت لازم يطلع مش بقول ما تعملش بقول اعمل بستعمل عيدل خلاص يعني لازم يطلعوا هم الاجوية هم الاجوية هم الابطال هم اللي بيكسروا الرجال هم اللي بيدعسوا عليهم هم الاشرار هم الابطال خلاص خلاص مو لايق ماني مشتري كنت اول اقول ممكن تعالي بطريقة افضل لا مو لايق ماني مشتري ولا ابغا اشتري انا اختلف معك يتعامل بطريقة احسن وصعب اوي شاي لشزامك نين المسئولية دي حتى لو عمل دي اتصحكت انقذة الفيلم هي عملية تراكمية بينه بينك هي عملية تراكمية وانا وصلت معايا حدي لانه خلاص مش زامة الاوكة كله مجموعة عيال مراهقين شباب بينهم اشياء وكان فيه هدف عاطفي شزام يا جماعة كان بيدور على امه ده هو ده ده ممكن يتقال عليه البلوت اصلا ده هو ده الموضوع انه بيدور على امه وفيه اللحظة العاطفية الرهيبة يا جماعة احنا افلام السوبر هيروس دلوقتي بقى صعب تفتكر انهي مشهد في انهي فيلم شزام الاولاني علق اقل كان عنده الشخصية الكافية انك تفتكر مشهد موجهته مع امه بعدين المرة دي انا خارج من الفيلم وشزام زي ما مهر بيقول بقاله سنين شزام التاني بقاله اسابيع انا مش فكر من روحك يا مام للأسف الفيلم مو من راحلو لأسباب كتير منها اللي قلناها يعني موضوع النسوية في الافلام ده انا ساير يا جماعة لازم نوصل لمرحلة انه الكتابة لها دور طيب بس تخلي دور اقنعني بالكتابة مو بس خلاص اطلع وخلاص انتهى وقتلنا هذا الموضوع بحتا فالشزام كان بالنسبة لي النقطة اللي خلاص انا قلتها في انت مان كان في مارفل والمرة ديت عادله انت مان وشزام نزلوا تقريبا وراء بعض والاثنين خيشوا تخيشها كبيرة جدا لانهم سيئين جدا الاثنين سيئين جدا المقبلين عليه الآن غارد من ذا جالكسي نازل الشهر ده وفلاش برضو مارفل و دي سي بسبب الفيلمين دول توقعاتي نزلت فالحمد الله كويس لانه الان حاخش اظن حيرضيني اشياء بسيطة لانه توقعاتي مرة خفضت من الشركتين فساير داخل الان انه اوكي خلينا نشوفه خلاص بس لا اللي ساير منهم اقرب واشبه لمرحلة انه انتهى العصر حاجة السوبر هيرو نوعا ما خلاص انت كده بدت وصلت للدمار تقاكر تام طيب نطلع من الفيلمين من الفيلم سوري لا مهر كان بيشتكي من درجة التوازن الدكوري الانثوي اللي موجود فيه او الهيمنة الانثوية لفيلمين تانيين ريحة التستسترون فيهم تدايق اساسا يعني والتدخل على الفيلمين تشم ريحة العرق الرجالي كده اول لما تفتح الفيلم كريت 3 اولا ايه رايك في كريت 3 انا زعلنا لجوناثن مايرز بغض النظر عن كريت 3 ده بعد يعني انا بعد ما شفت كريت 3 عاد تكلم الرجل ده يا جماعة بيخترق الصحب بينطلق مثل الساروخ من دور لدوره من بطولة لبطولة ودلمرة دي بيصنف نفسه داخل الافلام الرياضية بجزم ريبت وحاجة شغل ودراما معلش انا قسف بقى انا مش هرجع دلوقتي بعد اللي حصله واقول لك جوناثن ميجرز يا كاسو يا حيلو يا اللاجرالو بتاع ما رايش من الولد ما قدم اداء درامي كل ظرف وشه بتتحرك وكل ظرف وشه بتنقل تصرفات ممكن تكون شريرة ومع ذلك انت متعاطف معها ومتفاهم التاريخ اللي موجود وراها حدودت طبعا كريت 3 محروقة جوال تريلر مش مستهلة خالص انها تتعرف بس عموما احنا بنرجع تاني للماضي بتاع ادونس كريد لما كان ولد مشرد قبل ما يتعرف على والدته اللي دخلته داخل عالم وارث والده والكلام ده كله وانه في الفترة ده تورط في جريمة شالها عنه ولد تاني والولد دو كبر وبقى جوناثن ميجرز ورجع تاني لحياته بيطالب من الاخر انت مسؤول مني انت مطالب بانك تحقق لهدفي وهدفي هو ان يعوز نفس على البطولة وبعد كده بتحصل الاحباث يعني انتوا قريين نص الفيلم من التريلر وقريين النص التاني من اللي احنا نعرفه عن ارتق افلام روكي وافلام كريد اللي احنا شفناها لغاية دلهادي ومع ذلك انا شخصيا انا حبيت الفيلم شايف انه هو سمعت بعض القراءة المبلغة شوية اللي بتقول انه افضل من الاول والتاني انا مش موافق انه افضل من الاول موافق انه افضل من التاني بمسافة واضحة كمان التاني مرة سيئة خليكم مرة واضحين التاني كان من اسوأ الافلام يعني مو على مستوى روكي حتى مو مستوى كريد بس بس انا ما حبيتها في المتالة مرة كثيرة وكويس احنا مختلفين ونتكلم على هذا النقطة اول شي نرجع يا جماعة انه افلام كريد والحتى روكي زمان القصة ما كانت اقوى شي في الدنيا هو بيلعب لك على عاطفة ويلعب لك على المونتاج حق الرياضة والتدريب ويلعب لك على بيسير وسط الحلبة واللحظة الانتصار اللي ممكن تنقلب هذه الكانر الاساسية مو كل فيلم يكون مبني على قصة مو دائما ان القصة هي الاساس وكويس انه جاي على دا وبعدها جون ويك لانه هما الاثنين عندهم نفس المدخول القصة مو دائما هي كل شي طب تعالني على الاشياء التانية اهم حاجة التدريب واحد والقتال الاخير اتنين اضعف حاجتين في الفيلم اقل حاجتين في الفيلم انت قاطع عن الرياضة فترة طويلة جدا وتقريبا اعتزلت رجعتك والتدريب اللي انت سويته من اسرع ما يكون كممكن ياخد تحديات اكتر هذه واحد القتال اللي في الاخير ايوا الرغم انه من البداية كان حلو وكان فيه تصوير اجمل قد يعني في تاريخ الملاكمة وافلام اللي فيها ملاكمة لما فيه الفيلم حاجت جيك جيلنهو اللي هو يعتبر من العصر الجديد واللي التصوير فيه والتقنيات كانت حلوة يمكن ده جاء امتداد تراكمي جميل جدا تصويره وتقنيات عظيمة نهيتها بسرعة اللحظة اللي قلب فيها و جاء فاز ما حسيت بي ياس قولك بس اللي جاني خلاص هي خلاصت كده ليه مط هنا شوية حسستني بخوف اكتر انا ما حسيت بي ده صلاحة على رغم من الجمالية التصوير ما حسيت بهذا الشيء في الاخير ابدا لا كده موفر لا 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 هو فعلا اموشن اللي الموضوع يعني انا فاكر كويس قوي 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 كريد الاول كريد الاول انا كنت حابس نفسي في الفايت الاخيرة من ان الرجل ده حجراله حاجة وكان فيها تقلبات عاطفية واللحظة العبقرية اللي قرروا يدخلوا فيها المزيكة بتاعة روكي والكلام ده كله سوبر ايبك المرة دي اعاطفيا اعتقد انه هو ضحى بيها لان الفيلم ده من اخراج مايكل بي جوردن هو ضحى بالجنب العاطفي على سبيل الانجاز الفني واعتقد الانجاز الفني كمالحوظ وحقيقي كمالحوظ رائع 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 تصوير كملاكمة اجمل خلاص هذا البيك الآن صحيح لو بتعبي فيلم ملاكمة بعد كده حقار ماك بدأ الفيلم هل قدرت يجيب لي نفس الزوايا التصوير شيء شيء مو طبيعي بس حرام العاطفة هو الاهم يعني روكي من الاول لين الاخير ما كان القصة كانت اللحظات العاطفية البسيطة والخوف والحماس بس لو انا عملت لك قصة حلوة تقول انا مش جاي عشان القصة لا لا طبعا لا هتكون بلس هتكون شيء اضافي انا ما عنده اي رأيك في القصة اكري تري انا اي فيلم يعتمد فيه على انه يجب لي ماضي عشان يبني حبكة كاملة انا ما اقتناب بس هو مضي راكب انا ما حسيتش انه هو رتقون انا حسيتش انه مضي راكب حولك حاجة كريد الاول خلا جب له شيء لو كان في اي جزء من الاجزاء السابقة شفنا انه لمحات بسيطة عن الادم دا او عن انه عنده صاحب او اي شيء انا اقول لك انه راكب مية في المية هو جب لك لمحات انه كان متبهدل وانه راح ومدريمين حلو بس ما كان فيه ذكر للصاحب دي ابدا هذا رقم واحد بالنسبالي الشيء الثاني انا مني حاسس انه فيه داعي للحوار دا كله هو معفن بس هو انسان معفن ما ضامر فيه شيء يعني معك حق هذا واحد الشيء الثاني في نفس الوقت هو ما كان السبب يعني اه هذاك الشخص قام بكل شيء عشانه صح بس في الاخير انا توقعت انه هيطلع انه هو اللي قتل ولا انه ضرب الرصاص ودع ترف بداله وسابه كم ممكن يكون فيه رد جميل عالي لا هو لقب عيال وانت روحته دا بس برضو دا معفن يعني كريد بالنسبالي معفن ما يضمر فيه اللي صار دا كله بس كان ممكن برضو المعالج الدرامية في الوضع بين الطفولة الى ان الكبر يكون بطريقة افضل يعني توريني هي علنا انه هو فعلا قتل ولا ضرب ولا شيء وده شالها عنه وده نسي كان يكرهني في البطل حقي بعدين يكرهني في اللي كرهني في البطل بعدين يخليني انا ما نعارف اروح مع اي الجانب صح؟ بس هو لو كان عمل داود بشكل واضح ما كانش حيبقى عندك زر التعاطف مع كريد بالعكس كده هتكسبني اكتر بالعكس كان ممكن تزود كمان جرعة حيوانة مع دا وكل الاشياء اللي سواها بطريقة افضل يعني هما الوزنية كلها مالعبوها صحة انا على نفسي مدقيق بص انا في الجزء الاول من كريد الجزء اللي انت اشارت لي لما رجعنا للمودي بتاعه وشفنا ان هو بالفعل اللي كان مرمي في إصلاحية والأم هي اللي جاته وجابته اولا في رأيي الشخصي مواجهة الأم مع الولد الصغير وهي بتشوف ابولو كريد في وش ولد صغير متمرد بطريقة تمثيل اللي اتنين انا في رأيي دا افضل مشهد اصلا في السلسلة الجديدة بتاعت كريد كلها على بعضها انت رجعت لده ورجعت لده بشكل كويس واه ما كانش في مقدمة للشخصية نفسها بس دي لانا ما كانش ليها اي داعي قبل كده لكن على مستوى الطايم لاين does it fit وانا لقى it fits and it makes sense اللي بيسموها ايه الضغينة اللي هو خارج بيها بالنسبة لي انا ليها ايمة كبيرة جدا وزي ما بقول انا بحمل جزء كبير من اعجابي بالقصة على اداء جونتان ميجرز رغم ما وصم به النهاردة من اي حاجة في الدنيا لانه بجد كمية الالم اللي على وشه على فكرة هو كاستنج تشويس لو اللي مسؤول عنه مايكل بيت جوردن من ارواح ما يمكن الرجل وشه كله قلم حقيقي يعني وشه كله معاناة الفصول بتاعة طريقة ابتزازه العاطفي لادونس كريد من افضل فصول الفيلم بل قدعي انها افضل فصول الفيلم بكل المراحل بتاعتها وصولا لانه ينجح في انه يحصل على اللي هو عاوزه ويطلع الكلب اللي جواه بالكامل دي المرحلة اللي الفيلم اخسرني فيها لحد كبير لان اكرويتت جدا دخل معا لبرنامج قاعد يشتم حصل حاجة بتقول انه هو بقى تهديد على العائلة ما شفناهاش انا قريت بعض النقض ومين البرنامج ومين البرنامج اللي اليوم في 2022 بيستقبل مكالمات من الناس يعني بالاضافة لانه هو بيوشر لك وشفت الناس بتقول كده بيقولك احنا بنستدعي روح كاب فير فين يا جماعة فين كاب فير كان فيه مساحة لانك تعملها بس انت ما عملتهاش ودخلنا بعد كده على الفصل الاخير زي ما يكون مايكل بي جوردن بيجري بالمشوار عشان عاوز يقول بصوا انا فنيا انا عمل ايه في الفايت الاخيرة لدرجة انه هو نسي الجنب العاطفي الى حد ما بس انا 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 انت شفت شفت روكي كلها صح كل الاجزاء صح ما نفاكر كان الخامس او الرابع واللي برضو كان يعتبر من اسوأ الافلام بس برضو كان فيه قيمة فنية حلوة درامية حلوة اللي يوصلك للعاطفة دي انا ما وصلت للعاطفة دي في الفيلم كله العاطفة اللي تخليني اقول يا الله هو معه حق بس دا معه حق بس دا اللي انا اكون في النصف المنطقة الرمادية اللي هو طبيعي الواقع اللي كل واحد يكون معه حق الوضع هو اللي حطهم فيه انا ما حست في ده الفيلم ابدا وهي اسهل ما يمكن كان ممكن تسويه مع الجانب الرياضي ما سويت يمكن عشان انت كنت بتدور على نفس التأثير العاطفي بتاع روكي والمرضي هو تمرد علي شوي ممكن ممكن انا عشان المرة احب روكي وكريد بيين لنا قدي ايه انه سيلفستر ستالون مو بس لعبت معه عشان لعبت معه في روكي ومشي لا سيلفستر له ثقل يعني الالم انت دا حين بتكلم عن جوناثر مير والالم اللي عنده يساوي نيكلة جنب الالم اللي شفناه مع سيلفستر ستالون نفسه مع فقدانه الولده مع فقدانه المرته مع فقدانه الحياته والشغف اللي عنده ولا شيء ولا شيء وهنا الفيلم دا ما حاول حتى يغطي يغطي بسكريبت افضل ولا بنص افضل ولا حتى بلحظات عاطفية اكبر حرام على ضيع فرصة ومن المؤسف ان سيلفستر ستالون مش جزء ان الفيلم دا بس بصراحة انت لما تيجي تقرف التفاصيل هو ورقر يعني هو بيخرف شوية انت لو شفت تولسا كينغ الله نفسه شوف لك طريق عمل اشوف منه هو موجود على امزون برايم مش مو في برايم لا مش في برايم موجود يا عمر امزون برايم تهيائي والله ايه انا شفت انا شفت اظن واشتركت فيه ببن وحلاق وكده ما ظنه في برايم نتأكد ونشوف نبقى انتأكد طيب نطلع من كريد ونروح لجون ويكفور كريد بيوصل لتلاتة مترنحا جون ويكفور بيوصل لاربعة ولسه واقف على حلو شامخا شوف شوف انا افضل فيلم اكشن في التاريخ عندي اكشن هو ميتريكس الاول ولكل الاسباب اللي قتلناها كلاما وانت في دور الستة عشر ومدري ايه واسباب مرة كتير ميتريكس يعتبر فيلم عظيم 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 في الجنرة حق الاكشن غير اشياء اخرى ثانية ووجود كيانو ريفز في السلسلتين يثبت للمرة المليون انه الادم يدع رغم انه انا من الناس اللي اتكلمت فيهم للايام وعيدها الان انه قدراته التمثيلية بسيطة لكنه في الاكشن التمثيل الجسدي عنده رائع وهذا لا يقل عن التعابير وكل الحاجات دي مثل من الطراز الاول في الاكشن اللي ما قدر يعملوا في ميتريكس سواء الثلاثية الاولى ولا حتى الفيلم ده اللي يقوله وعلن الرابع انا ما اعتبره فيلم اساسا قدر يعملوا في جون ويك وانه يعطينا رباعية حتى مون بس ثلاثية رباعية متماسكة جدا قصة بدأت من شخص انه بينتقم لكلب انه يصير عندي اللور يصير عندي هذا العالم السفلي المخيف وكيف انه بدأ بخيط صغير كده لينما كبر بطريقة منطقية بطريقة جميلة فلتت منه شوية في الجزء الثالث بس الرابع رجعت وبتماسك كبير جدا رائع مرة ثانية فيلم اكشن عشان كده لو واحد ما يحب الاكشن لا تشوفه لو واحد ما هو فاكر الاجزاء القديمة لا تشوف الجزء ده ما بيعطيك قصة من الصفر ولا بيعطيك اجابات وحوارات الفيلم ده بيعطيك عواقب كل الاجزاء السابقة فيلم واحد فيلم باكشن من ساعة الجزء التاني جدلا من ساعة الجزء التاني في حدوطة واحدة لغاية دلوقتي بالزبط بالزبط وكيف بيتعامل مع دالوضع الحوارات كلها تكمن في تهديدات وتوعيدات وبهاترات يعني ما فيه اي حوار اي تتكلم على عواقب ايش عواقب اللي انت سويته وكل ما يخش في عاقبة بيخش في عاقبة اكبر منها تمام انا حسكت هنا لانه عندي لسه كلام تاني بقوله بس انا انا سلطنت انا سلطنت في الفيلم يعني انا شوف اليوم انه وصلنا الان اذا كان ميتريكس عندي هو التوب في الاكشن انه ابتكر شي جديد في السينما والحركة البطيئة والكاميرات دي لكلها جون ويك جون ويك بيقدم اربع خمسة ابتكرت في كل فيلم ابتكر اشياء جديدة وجديدة اولا طريقة رواية القصة كم فيلم الان طلع انه جيب لي واحد مسكين في البداية او طبيعي تطلع وراه مصائب من هذا اللي بدأها معنا جون ويك موضوع التصوير اللي من الكتف ده زي موضوع الدييمينج زي كنك تلعب غيرزوفوورز ولا قادوفوور اللي انت تيجي دائما من الكتف الرابع التصوير الجانبي ده انك تاخده في الفيلم ككل جون ويك اعطاني اياه موضوع الحكاية القصصية اللي هو عبارة عن مهمة من مهمة والله كينه لعبة من مهمة لمهمة 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 وتمشي معها وطريقة القتال جون ويك اعطاني اياه وفي الجزء الرابع راح لما هو أبعد تصوير في اليابان تصوير في فرنسا تصوير في أمريكا في أماكن تاريخية في أماكن حديثة في بارات في غيرها وفي كل ستايل طريقة القتال مختلفة واحد تقوله اعمل فايت سين في شاء يعمل لك ملحمة يا الله أنا خرجت من الفيلم ومن بداية الفيلم وأنا أتساءل كيف جاتوا الجرأة القرارات الإخراجية اللي صارت وشكرا أنه كان جريء لهذه الدرجة أنه فيلم كله لما أنا فاكر الكلام اللي انجال جد ما أنا فاكر الضربة اللي صارت رائع أنا طلعت من الفيلم لما لما الناس سألت قالت لك هيعمل جزء خامس قلت بيتكلمه ورغم أنه صعب بس بيتكلمه في إمكانية أنهما يعملوا جزء خامس طب مش خايف من الحلب صفر في الميخوف لأن الناس دا أثبتت على مدار ثلاث أفلام أنهما لو ما عندهم مش حاجة مش هيعملوا فيلم بس هما عندهم حاجة كان عندهم جديد يعملوا في الجزء الثاني كان عندهم جديد يعملوا في الجزء الثالث وبكل تأكيد كان عندهم جديد يعملوا في الجزء الرابع الحاجة الوحيدة اللي كانت مفتقدة عندي أن أنا متقدم ليش الفيلم صح من ساعة لما الناس قالت على الهايب الكبير اللي حواليه أنه هو جدلا الأفضل ما بين الأربعة أفلام أنا مش موافع على الموضوع دوت بس محترم أنا لسه شايف إن الأول هو العظم الأول قاعدة يا جماعة نحن نتكلم على الأفلام والأجزاء لازم نفتكر مرة ثانية إنه ما في شي تقارم مع الأول نادرة الأفلام اللي يكون جزء قدام أفضل من الأول لو ما عنده قاعدة قوية ما حتبني العمارة أساسي جون وك عبارة عن عمارة قوية مبنية صح بس ممكن العمارة يكون مصطها فاضي وبعدين اداني حاجة أكبر فوق وهذا الجزء الثالث مثلا بالنسبة لي هو الأضعف في السلسلة ككل بس الرابع لو لا التراكمات اللي من الأول والثاني والثالث ما كنت شوفت ختمة جميلة زي هذه الموضوع ممكن تلخصه في إحساسها كنت بتتفرج في الرابع أنا داخل بحسبك على إنك بتقدم جديد ولا لا لما قدمت الجديد انبهرت بيقولت لك برافو عليك أنت عملت اللي أنا مستمي في الأول احنا شفنا حاجة عمرنا ما شفنا زيها قبل كده مفيش يعني ده موضوع جديد حاجة صارت تقلد وحاجة صارت تقلد الآن في أساليب التصوير وأساليب التصويري تبنيت مدرسة جديدة صحيح بس في المدرسة دي أديت أني فصل رابع يعطيني ماجستير يعطيني حاجة كبيرة حاجة حاجة حلوة أنا بس الشيء الإضافي لفيلم ده يحسب له إنه قدم ثلاثة شخصيات جديدة في الفيلم وكلها رهيبة صحيح سواء بيل سكارسغارد في شخصية الشري وأنا معك والله أنا مش موافق خالص على الانتقادات اللي بتوجه أنا مرة حبيته ده تكسيب رائع للبروفايل العشخصية اللي هو بيقدم رائع واحد ما يشتغل بيده واحد ما يبارب في يده عنده فلوس مرة كتير زعيم إصابة القوة اللي تحطت تحت إيده التهديد الحقيقي اللي جاي من الرجل دوت هو يملك إيه ويحكم على إيه بس 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 اشتغلوا مية في المية اللي داني الدور الأعمى يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هادي يا أخي زمان على العلاقات هادي اللي عارف أنت صاحبي بس أنت متفاهم اللي أنا فيه يا عم والله أنا متفاهم اللي أنت فيه تعالنا تضارب وخلال عارف مفتقد مفتقد للمشاعر هادي مشاعر ما بنشوفها سرنا كل يوم للأسف إنه فيه 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 رجال مهما كان بينهم صحبة ولا شي بس ممكن تضاربه عشان عنده هدف أسمى من الصحبة عيلة مثلا بيطول فيها أو شي بيسويه كالرهيب والتالت دا اللي جاء معاه الكلب يا لطيف يا الله استخدام الكلب خصوصا لأن الفيلم كله بدأ عشان الكلب أساسا وإنه يشارك الآن في مشاهد أكشن أنا مر أنا مر أنا سلطنت يا مان وإنه موقف جون من الكلب يعمل تحول جوني في العلاقة كلها أنا الحاجة الوحيدة بس اللي كان نفسي تتنقلي بشكل كويس قبل ما ادخل الفيلم بسبب التأدير الزايد اللي عليه هو أني ما انتبهش قوي للقصة لأن زي ما انت بتقول هو عاملة زي الفيديو جيم كل فصل الناس بتقعد فيه ما بتضربش بعض هو مجرد تمهيد للم يبتدوا يضربوا بعض ما فيش أكتر من كده ومليان ده بقى اللي مليان ريت كونز فعلا إنه هو يجي في النص يقول لك هو أنا ما قلت لكش القاعدة ده طلع فيه قاعدة قال لي 3 أفلام ما قلت هاش هو أنت ما عمدكش فكرة ولا همني ولا همني أنا اتعلمت ده في التلات أربعة تيام اللي بعد ما شفت الفيلم إن أنا بتديت أفهم هو كان بيعمل ده عشان يقدم إيه وبعدين لما تتفرج عليه أنت استلمت حقك ولا لأ وفي النقطة التانية إنك تبتدي تقلل من قيمة ده تبتدي الدنيا تختمر في مخك وبعدين فجأة مخك يبتدي يسحى يقول هو أنت مدرك أنت تتفرجت على إيه أنت مدرك أنك تفرجت معلش بقى هنا ممكن نحرق شوية في التفاصيل إنك تفرجت على مطاردة في مدان الأراجد تريومف في فرنسا العربيات في أسلحة الناس دول يعني قتل متمكنين لدرجة أنه هم بيحولوا يعني السلاح اللي في إيه دي هو أني قرميك تحت عربية أو أني خلي عربية تخبطك وأني طلعت من ده على طول يعني دي يا جماعة يتبع عليها فيلم ده في أفلام ما بتعملش هلا دي وكل سنة وانت طيب دي أصلا فيلم باتمان فيلم باتمان صد جوني يعني الناس اللي جوني على التقييم إنه معطينا حج المطاردة حجة باتمان الفيلم الأخير دي باتمان ويا مطاردة باحد الفيلم ده شوف المطاردة إحنا طلعنا من دي لحرب داخل شقة أو داخل مكان كده فجأة الكاميرا راح تسايب البرسبكتف بتاعها وراح يتعملها بيرد آيف فيو وقدمت حاجة إيه اللي أنت بتعمله ده وراح مخترع سلاح جواها وبعد كده راح نطلعين للتسلسل بتاع السلم ده يعني اللي أنا بتكلم عليه اللي أبهرني اللي مخي بتده يصحى فجأة وإنت شفت إنت مدرك إنت شفت إيه ما هيش نمرها واحد في مشاهد الأكشن اللي جوه الفيلم إنت عارف عارف إحنا دائما من التاريج بيننا وبين بعض هذا يعني النورم الطبيعي في المجتمع عندنا لما نتكلم على أحد ما يهمه إلا أفلام الأكشن وإنه ما يشوف ما يقدر الحبكة الحبكة الدرامية ده بتاع ضربه وهريه وبتاعه خلاص إيه إحنا نقول نقول إنه هذا الشخص ممكن نخش محل الفيديو زمان نقوله ديني بالله آخر فيلم مسدسات ديني آخر فيلم مسدسات تمام طب طب إنت لو ما أنت من دانه أو ما تحب الأكشن ما حتقدر الفيلم الأفلام مو كلها دراما الأفلام مو كلها التمثيل بتعابير الوجه الأفلام في نوع معين اسمه آكشن ولو محبين اللي يطلبوا يقوله ديني فيلم مسدسات هذا المحبين وهذا النوع هذا الفيلم هو الآن هذا هو السقف هذا هو السقف فكيف ما أصفك كيف ما أقول فيلم طوله ثلاث ساعات يا رجل إلا أظن ثلاث ساعات إلا خمس دقائق أو شي وأنا قاعد على طرف الكرسي ثلاث ساعات متحمس ترى مرة صعب مرة صعب ما تخليني أأمل مرة صعب ما فيله حوارات أصلا وطول الوقت ضربه مضروب وأنا ما أقول يا بميت هخلص الضرب وأنا أقول إيش داع اللي ساير رائع لا يعني فيلم علامة كاملة في الفئة حقته علامة كاملة علامة كاملة علامة كاملة بشرب تكون محفل الأكشن وتكون فاكر الثلاثة الأجزاء وأنت تتفرش تقول يا الله إحنا بدأنا من كلب إحنا بدأنا كلب بس مات واحد راح يطالب من الروسيين ودخل كيف ده فتحته وصنع رح طوكيو بفرنسا ومدلمين إيه رأيك في تسلسل النهاية أنا كنت شايفها أنا كنت شايفة أنا كنت شايفة أنها تصير لكن برضه لما صارت كده يعني بحرق مباشر آخر آخر شوت آخر آخر تبادل أنت أدركت نجان ويك مدربش ولا مجرد أنك شايف أنهم متفقين أنا أنا مو بس أدركت أنا كان عندي أمل أنه ده اللي حيصير مش إدراك أنا قلت لو أنه مات كده عادية إيش النهاية الهبلة دي بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كان مفترق طرق يا إنها تكون نهاية هبلة يا إنه يضرب يا إنه ما يضرب وأنه كنت فيه اتفاق وعلى الرغم أني متوقعها وعلى الرغم أني شايفها جاية ومتأمل أنها تجي وممكن غير كثيرة أتوقع لأنه النهاية برضو متوقعة بس هي الاختيار الأفضل طبعا طبعا هي الاختيار الأفضل طبعا مليون في المية أي شيء تاني كان حيعتبر يعني مجازة فقط في محلها لا أنا أبغى يموت لهدف أنا أبغى أنه كلمته في الأخير هي اللي تمشي مزيكة زون ويكفور مزيكة اللي بسه ما شفوش لغاية دلوقتي غير السينماتوغرف حق الاختيار كلها السينماتوغرف المشهد الكادر الأخير اللي الشمس فيه بتغرب اللي بتشرق هادي باللون البرتقالي اللي في كل مكان يا عمي لوحة دي دي لوحة دي لا سلطنه في الفيلم سلطنه في الفيلم وكده أنهينا الكلام عن الأفلام لا 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 الكلام وانت بتشرق خلاص لا خلاصنا بيدوية أنا شفت الفيلم جابلكم ها أنا شفت الفيلم في الزاية رمضان كنت برة المملكة ايه كنت مسافر شفت الفيلم فتخيل اني مستن اللحظة اللي أقدر أتكلم بيها أحلى حاجة في الدنيا تكون من الناس اللي شافوا الفيلم دوت قبل ما تقرأ لانتبعات أو تشوف القراءة بتاعت الناس عملي ازاي رهيب يا الله فيلم كان يعني يستاهل كل الهايب اللي جاي عليه يستاهل يستاهل ويستاهل انه قبل ما نخرج أبتكلم بشي احنا ياما تكلمنا فيه بس خلينا نخليها عادة سنوية العيد هذا صار فيه قرار من موزعين السينما باين عندكم وعندنا موزعين المنطقة كلها انهم يعملوا قرار موفق جدا وانهم يقتلوا نوعا ما السينما في رمضان ويحيوها بشكل كبير جدا في العيد أنا هذا أول عيد يمر علي اشوف كل يوم فيلم في السينما اشوف كل يوم فيلم ده طبيعي والعادي عندنا بس اشوف كل يوم فيلم جديد في السينما وأكون أبغى أشوفه وعندي كتالوج وما شفتها كلها شفت خمسة من سبعة لسه باقي ده كفننت حق جيك جيلن وقاريت شي ما شفتو وفي فيلم أنمي كمان لسه ما شفتو نحن ذا كوفرنا ننزل شعبنا لسه طب كويس سلم أن تشوفه أشوفه معاك أو يعني نسنك مع بعض فإنه تعمل الشي ده كان قرار من فخصوصا أنه الناس مشغولة برمضان ودراما رمضان والسوق الرمضاني يعني أفتكر في 2019 نزل فيلم ألادن في رمضان وأفتكر أنه ما سوى كويس أنه كان نازل في رمضان لفين وتسعطاش لو أنا فاكر صح فحلو أنه في انتباه لسلوكيات الناس اللي مو حلو واللي لسا يعني يعني أبغى أتضارب مع الناس والموزعين وما أدريد الوضع عندك صح أنه ماريو أكيد حيفوز فيلم عائلي ويحقق لك تحط له مواعيد الأكتر وصح كمان جون ويك حيفوز فيلم مسمع وأغلب الناس اللي شافتوا هتنبسط فيه وأنه أكشن بس هذا لا يعني أنه تقتل الأفلام الباقية أنا فيه فيلم أضطريت أحضره الساعة سبعة الصبح يا محمود واو سبعة الصبح بأيه لسبعة الصبح ده ما محطينه في أوقات دراجن دينجنز أنتوا عندكم حفلة تبتدي سبعة الصبح أي فعلا عندنا الأفلام تقريبا صارت تونتي فور آورز فيه أفلام تعرض اتنين في الليل وفيه أفلام تعرض أربعة الصباح وفيه أفلام تعرض سبعة الصبح طول الوقت ولا بس في العيد لا تركيزها في العيد بس في الطبيعي فيه أفلام برضو أخليل تصير ووكل التاني أنا عايز بالذات في المدن الرئيسية زي الرياض وجدة لأنه نحن الرياض تحديدا صارت المدينة التي لا تنام نوعا ما يعني ما شاء الله طول وقت فعاليات وأشياء سايرة فالطبيعي أنه فيلم يكون شغال في آخر الليل بس 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 طبيعي أن أنا أحضر فيلم في ده الوقت لا طبيعي ده جميل بصوا جماعة حاجة من الكواليس إحنا كنا المفروض فيه فيلم كمان أكون شايفه نتكلم فيه هو فيلم رينفيلد بتاع نيكلس كيج فيلم رينفيلد أنا قلت له يعني النهاردة أشوفه إن شاء الله في أول حفلة وأجي نبتدي تصويره على طول أول حفلة عندنا لها عشرة ونص الصبح وأنا اللي حصل أن أنا مبارح دخلت نام بدري عشان أبقى ولد شطور وجميل واسحة بدري أخش السينما دخلت نمت الساعة 11 بالليل صحية الساعة 2 الصبح دي حاجة بيولوجية خربانة عندي قمت وفايق تماما وصحي تماما عارف لو كان في حفلة سينما ساعتها يا خبر بيض حفلة 7 ده أنا فضلت أنا بعتلك ميسج الساعة كان ساعة 8 الصبح وطلتك أنا لسه صحي وما نمتش حفلة 6 ولا 7 دي نعمة دي نعمة يا جدع بس طبعا أنا معاك في التوزيع نحنا عندنا على سبيل المثال فيلم Air ما كانش موجود في ولاة السينما من اللي أنا بحبهم إلا حفلات بالليل قوي وأنا بروحش للسينما بالليل ما لقيتوش غير حفلة الصبح في السينما حلوة قوي بس لأنا بحبهاش قوي بس طريت لأحب مشوار عشان نتفرج عليه وده خسارة طبعا هم قادرة بالأرقام بتاعتهم والأمور اللي إزاي بس لو إحنا قلينا أي تأثير من أي نوع نوازن بس اللي حفلات يعني أنت لو قررت أنك تحطه في ثلاث حفلات في اليوم خلي حفلة الصبح وحفلة بالليل خلي حفلة الظهر وحفلة ما عرفش مين بلاش أنه هم كلهم يبقوا وراء بعض في وقت ممكن ما يكونش مناسب للناس بتيل يعني أنا قاعد يعني هذا برضو من الأشياء اللي بتفيدني الآن في الدراسة قاعد أكتب على طيب كيف السينما ممكن أنها تواجه نتفلكس وتحدني ونأخذ نتفلكس كمثال السينما تقدر تواجه نتفلكس أنها تأخذ الأفلام أول بأول والجديدة بس عندها مشكلة الآن إنه الناس صار ما تروح على كل الأفلام طب كيف توزع وهذا النفس الشي اللي بحطوط في الموزعين في أفكار كتير يا أخي على أقل لما قعدت بيني وبين نفسي طلعت فيها خلي السينما لأفلام الأرتست أفلام الفنية تمام؟ قاعة واحدة بس في سينمتك كلها تكون للأفلام الفنية ممكن سعر التذكير أرخص ممكن تكون باشتراك زي ما نتفلكس عامل باشتراك السينما دي القاعدة تكون باشتراك أنا أدفع بس ما أشوف فيها للأفلام الأرتستيك مو الأفلام التجارية أشوف فيها حتى لو أنا مني مهتم في الفيلم 100% طالما دافع اشتراك هضيع وقت وأتفرج فيه 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 واس خسارة يعني أفضل من العام العام قتلوا العيد أفلام كثير أخروها أفلام نزلوها في رمضان وأوقات سيئة العيد دا كان جميل أظن أغلبنا عيد اللي حب الأفلام عيدت في السينما السنة دي موسم عيد حق جميل جميل نروح للمسلسلات يلا تعال نبتدي باللي حنتكلم فيه كتير لأنه استحق الكلام الكتير لو توافقني بيف أنا المسلسل دا إلين قبل يومين ما كنت مخلصه لأنه قلت لك المسلسلات من يمر فيها أنت حمستني بشكل كبير والهالة اللي عليه كمان حمستني بشكل كبير إن أنا أتفرج القصة الحلو فيها إنه ما تم تقديم أي معلومة عبث وهذه من روعة الكتابة في الأعمال بس أنا أتهيبرت أكتر من اللازم حلو المسلسل بس أنا أتهيبرت أكتر من اللازم ما كنتم ما سمعت عنه وناس كاتبوا ومدر إيه وفي أمريكا الآن يعني لازم نكون عارفين دا الشي إنه بسبب الأقليات وحب الأقليات إنه مسلسل في له آسيويين بكثرة آه لا لا هو الكوري وكل مع الأمريكان أويل يومين دور أي الآسيويين والكوريين والمسلسل في له كوريين ويوبانيين وكل الآسيويين يعني فمحتفلين به بطريقة جدا جدا عالية في المسلسل المكتوب صح بقول لك ما تم تقديم شي عبث التشابك اللي صار في الأخير من أجمل من أجمل ما يمكن تقديمه بس برضو الهايب عليه كانت أكثر أنا شايفها أكثر مما يستحق المسلسل مع أنه مسلسل يستحق التقديم جدا وفي بعض الثيمات الخاصة بالحديث مع النفس الخاصة بالطموح الخاصة بالشغل الخاصة بالانتصارات من أجمل ما يكون لو إنه بس تم تقديم هذه اللوحة كانت كفاية غير عن أي حاجة مشوقة ثانية هي كانت الأجمل بالنسبة لي أنا معك في إن الهايب اللي حوالي المسلسل ممكن تدي للناس الإشارات الغلط بس أنا دخلت هايبت ولكن أنا أنا شايف أنه مسلسل عبقري بصراحة على جميع الأصعادة المسلسل بيبتدي في الأول بحادثة ما حصلتش عارفين عكيد كلنا مرنا بيها وأنا للمفاجأة مريت بيها أثناء ما كنت بتفرج على المسلسل يعني ما بين الستة والسبعة تقريبا أو حاجة بالطريقة ده ماشي في الشارع واحد سفر لك صفارة زيادة كنت هتخبط في واحد فزمر لك زمارة زيادة شوحت رح مشوح ولا شاتم ولا معرفش مين يجري خطوتين تجري وراء ليه؟ أنت مش عارف يعني أنت في الأخير لو مسكته هتعمل فيه إيه ما أنتش عارف بس اللي هو نظام إيه الغريزة الحيوانية غلبت في لحظة معينة والمواجهة دات لم تصفر عن شيء ما فيش ضرر ده الجنان اللي في الموضوع يعني ولكن الشخصيتين دول حطوا بعض في دماغهم إحنا في العادي لما ده بيحصل في الشارع بنسيب بعض يعني تلاتين ثانية وخلاص بنفك الموضوع دول قرارنا هم ما يسيبوش بعض وبعد كده المسلسل بيقودنا في تأملات لتركيبة الشخصية دي وحياة الشخصية دي وتركيبة الشخصية دي وحياة الشخصية دي علشان ندرسهم أكتر ونعرف ليه قرارهم كان عامل كده وبعدين نشوف النقاط الالتقاء في حياتهم هم اللي كنين شكلها عامل إزاي فعدد من السيناريوهات الدرامية المنطقية اللي ممكن نعيشها في بيوتنا كلها وعدد آخر من السيناريوهات المبالغ فيها جدا واللي ممكن تكون عبثية إلى حد كبير درجة التأدير الأساسية بالنسبة لي عند مسلسل بيف هو إني كنت بطلع بعد كل حلقة أقول يا جماعة المسلسل ده بيتكلم عن كذا والحلقة اللي بعدها تلغي تماما اللي أنا كنت بتكلم فيه ألاقي لا 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 ما تكلمش عن كده ده بيتكلم عن كده فتكتشف بعد كده أن الحلقة اللي بعدها بتلغي ده فتقولك آه لا المسلسل ده وتمشي في سكة لغاية لما نشوف هم حيفشلوا في حياتهم ولا حينجحوا الحلقة اللي بعدها تحسم السؤال ده تماما وبعدين نكتشف أنه هو بيتكلم عن حاجة تانية هو بيقدم دراسة للشخصية اللي هو بيدرسها اللي هي الشخصية المهاجرة الكورية أو اللي كانت بنسيتها الأقلية اللي موجودة في هذا المجتمع عشان تنجح بتمر بإيه وشكل فشلها عمل إزاي وبعد كده دوت بينعكس على علاقتها أو تفاعلها مع البشر في شكل عمل إزاي مع عدد من الإبداعات على مستوى النيراتف منها اللي حصل في الحلقة القبل الأخيرة اللي أنا فاكر صح قبل الأخيرة واللي قبلها تقريبا إيه التوب إيه التوب تقريبا لما فجأة طرح الفلاشباك أنا احترمت دي جدا 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 في المسلسل لأن كل المسلسلات التانية اللي بتعمل حاجة مشابهة الفلاشباك بتاعها بيبتدي من أول حلقة وإنت بتبقى زهقان منهم لأن أنا مش عارف هو أنت عاوز تروح فين هو أنت حتعمل إيه بالفلاش ده حاستن العشر حلقات عشان في الآخر الخطوط تطلاقة هو ما استخدمش الأدب بتاعت الفلاشباك إطلاقا غير وهو بيقدم لك السطر النهائي في دراسة الشخصيات ديت علشان تفهم وضعوهم من بعض في الأشباك للإثنين في الأشباك للإثنين للشخصية الأنت والرجل اللي في الحلقة سواء الأنت وإيه صر له وهي صغيرة أو الرجل اللي صره مع أخوه كمان التصرف حاجة اللي مع أخوه ده احنا ما كنا ندري عنه يعني أنت كان عندك تعاطف معهم طب تعال أقول لك ده يعني ده اللي المسلسل عمله في كم حالة لا ومو بس على الأقلية المهاجرة أنت بديك تسقطه البشر بشكل عام يعني أنت اليوم بتتكلم على أي إنسان فينا هو في رحلة دائما للسعي خلف السعادة خلينا نقول في اللي يحسب السعادة فلوس في اللي يحسب السعادة منصب في اللي يحسب السعادة يوصل لدرجة معينة في المسلسل بيوريك لأي درجة إنه وإنت بتعمل ده كله أول ما توصلها ممكن تلاقي إنه اللي أنت كنت مأمل عليه ما تلاقيه أنا بس لو وصل هنا خلال الإحساس ده لحظة أه الله طيب خلاص هذا كثير بالذات الناس اللي عاشت في حياتها قدمت أشياء كثير في حياتها أكيد حس فيها في مكان ما ممكن عدة مرات كمان في حياته إنه كل ما يجري وراء الشيء ويحسب إنه خلاص أعمل ده الشيء وأرتاح تلاقييني لا وهذا السر إنه دائما هي السر في الرحلة إنه دائما عندك رحلات متجددة هي ما هي رحلة وحدة وكيف تجدد من نفسك مسلسل أخذ المنظور ده بطريقة رائعة مع الوضع العائلي وكيف يؤدي إلى الجمود في العيلة وبرود في العلاقات العاطفية إسقاطات على التربية العائلية تربية الآباء أحيانا التوقعات الكبيرة من الآباء كيف ممكن تؤدي إلى إن الطفل يكون مهووس دائما إنه أبغى أرضيهم أو العكس إنه الشخص يكون رامي طوبتك تماما فكل هذه يعني وعلى جنب كده احترنت جدا وحبيت جدا التعقيب اللي قالوه على مفهوم الفن لأن العائلة بتاعت الست اللي هي أحد الطرفين بتوعنا ليها علاقة بعالم الفن وعندها حمى الحمى ده هي التعريف بتاع الموضوع أنا في الآخر الفن بالنسبة للجامع الحالي أو المتلقي الحالي هو عبارة عن سيلس بيتش اللي حيبيع اللي هو بيقدمه بشكل أحسن هو اللي حيكسب الأمر صفة حتى لو كان بيفتقدها يعني يا ابن الآخر لما حاولت تساعد ابنها على إن هو فنان فنان متعثر وأصلا ما عندوش فن ولا حاجة إنها طلعت عملت له حكاية عملت له حدو تحاول إنه اللي هو بيقدمه عشان تساعده على البيع وبعت طرفها شخصيا أنا ابني مش موهوب ومش فنان وعمره ما هيوصل لأي حاجة في الدنيا الأداية التمثيلي بتاع الكنين إيه رأيك؟ أنا مرة استغربت إنه البطلة كده أداءها حلو لأن أنا عارفها من الستاندب كوميدي يس يتعمل وبتعمل وبتعمل في كارتونز أغلب أغلب شونا ونقدر نقول إنه أنا مو من الستاندب كوميدي المفضل عندي يعني يعني مع أني حب أتفرج على الستاندب كوميدي جدا ويا ما تكلمنا وإنت في ده الموضوع بس هي نوعا ما كده ما كانت فدخلت الفيلم وإن أتوقعاتي في الأرض تنثينيا بس أمبسط لا قدر توصل مشاعر حلوة ودقيقة جدا وهنا يمكن الشاهد يا جماعة ليه حيناسبنا إحنا كمان الآسيويين والشرق آسيويين في أمريكا هم أقرب فئة لنا إحنا كعرب لأن تربيتهم تقريبا زينا التعامل الآباء مع أولادهم تقريبا زينا مستحيل تلاقي عيلة بيضة أو عيلة حتى سودة في أمريكا يمثلوك أنت إلا نادرا على مستوى الشخصي مستوى التركيب العائلية لا يمكن أن يجيبوني نحن عائلتنا متركة بطريقة مختلفة ما عاد الشرق آسيويين فالشرق آسيويين في أمريكا وسطة اللي صاير إسقاطية حلوة تقدر تقول لو أنا كنت عايش مع عائلتي في أمريكا كممكن نفس الشي يجيني فهذا الجانب الحلو السيلفر لاينيج على غولام هو الجانب الإيجابي من التمثيل العرقي اللي بدأ يصير فيه جدات الشرق آسيويين في أمريكا هذا الجانب نشوف حاجات مستحيل الأمريكان كان يقدموها منا هذا الفيلم هو قصة الفيلم كلها اللي بتتكلم عليه المسلسل نقطة أخيرة بس عايز أوصلها لصناع الدراما العرب عندنا والمصريين بالتحديد لأن هم دول اللي بتفرج عليهم أكتر ممكن يتعلموها من مسلسل بيف لأن الشخصيتين بتوعنا وعدد كبير من الشخصات المصندة بيمروا بتجارب انفعالية شديدة جدا يعني بيزعلوا قوي وبيفرحوا قوي وبيحسوا بخطر قوي وبيحسوا بظلم قوي وبيحسوا بأهرى قوي ومش كل مرة تعبرهم الوحيد هو إنهم يسرخوا يعياته في أشكال تانية ممكن يسكت ممكن يأكل إحنا بطلنا عقدته في الحياة لما بيحصل حاجة بيروح بيرجر كينج بحلة معين لبيرجر كينج يشتري أربع سندوتشات فرخوا يا كلهم يعني فيه سبل تانية للتعبير وأنا أدعي أن احنا عندنا ممثلين كويسين يقدروا يقبلوا التحديات دات ويعملوها لأن أنا بصراحة في الدراما العربية بالتحديد يا مير أنا ما بقيتش قادر أعرف مين الممثل الكويس من الممثل الغير كويس في مشاهد النحيب والزعيق والعياط والأمور اللي زي في رأي كلهم بيتشبه وبيتساوم مع بعض وهذه المشكلة يعني دائما حتى بعض رحياني شوف مقاطعة في تيك توك حتى في الانستجرام يجبون لك أفضل أفضل مقاطع مشاهد تمثيلية ودائما يجبوها للأشخاص اللي بيصرخوا حتى أمريكان ويجبوهم سواء المشهد حقت أموت في دانيل لويس بس مو دانيل لويس رهيب عشان دا المشهد دانيل لويس رهيب لأنه هو ساكت بنظرة عين أشوف العين مغرغرة دموع مغر ما يدمع أنا أحس أنه يبغى يبكي بس ما هو قادر يبكي لسبب ما زي أنت بتقول أداء صامت كل مشاعر نازم تكون مبالغ فيها في الأكتنج فرحان الله زعلان الله لا ممكن هم دلوقتي بقوا بيعياتوا يصرخوا فرحانين زعلانين مبسوطين دماجعانين يزعقوا يعياتوا ما يعملوش إلا كده فننوع نشوف المسلسل دا ويمكن يجي لنا شوية أفكار بما أن كل حاجة عندنا دائرة بالريفرنس صح أنا أتفق معاك ومرة تانية مسلسل فكرة حلوة أنا بس أنا ما كان عندي أفضلية أنه يكمل لموسم تاني بكل أمانة أنا شايف أنها كانت ستريتش حبة أنه يروح موسم تاني مع أنه ساب الخيوط مفتوحة هو رايح موسم تاني؟ وأنا شايف أنت عندك خبر؟ أيوه أيوه يعني هو التاسعة تعتبر نهاية أيوه يعني أنت لو جبت بطريقة ما التاسعة وذا الشي صار بينهم قبل كده بأي طريقة كانت لأن الحوارات بينهم كانت حلوة بس إنت هديت مرة في العاشرة إنت طلعتني السماء في التاسعة وهديت مرة ستتشوفه الوقت وكم باقي الحلقة الأخيرة كان باقي دقيقة فهذا العيب يعني اللي كان في المسلسل بالنسبة لي بس لا استاهل المشاهدة من أجمل المسلسلات الشباب عندي قالولي عليه وقالولي على مسلسل تاني قلت لك عليه إذا جاتني فرصة ممكن أشوفه على أسابيع اسمه The Diplomat على نتفليكس إيش المسلسل اللي بات؟ تدلسو وصلنا للحلقة السبعة تقريبا؟ أظن خلاص أظن خلاص أظن خلاص لا أنا مش عايز أقول خلاص بس ما ليش صححني إحنا فعلا وصلنا للحلقة السبعة صح؟ السادسة والسابعة أنا بينا بيلك في حلقتين اللي الآن ما شوفتهم أنا إحساسي إن إحنا في الحلقة التانية يعني أنا مشكلتي أنا ما كرهتش وحدات الحلقات بتاعت المسلسل بس أنا متضايق من النقطة اللي وصلنا لها دلوقتي في المسلسل يعني على سبع حلقات إحنا ما عملنش كتير أنا كنت متخيل إن إحنا داخلين على إن الصراع الأساسي بتاعنا هو الصراع ما بين نيت وتد ده تقريبا ما تمش التعرض لي بأي شكل يحصل؟ وحتى نيت إنت ما إنت عارف تحطني مع مين هو نيت تقريبا رجع لنيت الأديم بس شكله مختلف مش قطر من كده والتعقيدات اللي وروني هي في أول حلقة كانت حلوة خفوضوا يتزودوا عليها طلعوا منها تماما مشكلتي مع المسلسل إنه كان عنده شي يسوي حلو بس ما عارف متى يوقف أنا مشكلتي بدأت من الموسم التاني وإنت عارضتني أيام الموسم التاني وروحنا وكان بيننا أنا كنت شايف يروحنا رحين هنا هو ما عنده مواضيع هو بحاول يختلق مواضيع ويسقط المسلسل على مواضيع اجتماعية وبدأ الآن يخشل في أجندات بزيادة بغض النظر عن الأجندات المسلسل سار ممل المسلسل سار ممل أنا أخر حلقتين معك أبوني شاء تركيبة الشخصيات الآن إنت وصلت لو جيت أخذ كل الشخصيات مع دلاسو يمكن كل الشخصيات الآن اللي وصلوا وتقاريروا بالشخصيات ما بدأت لا إنه تطورت ولا إنه استمرت على ما هي عليه شخصيات تانية أنا من يعارفها لا شخصية اللاعب اللي كان اللي اعتزل وصار مدرب الآن وجوده زي عدمه ما أنت عارف هو له كلمة هو كويس تدريبين هو لأ يعني حتى لما اندخلت اللاعب دا روي كنت هو زي ما يكون عمله بوز وده الوضع بتاعه وعدد تاني من الشخصيات زي ما أنت بتقول أو زي ما أسف أن أقطعتك أنت حتكمل هو ماشي في الأرك بتاعه يتحمل إن البنت اللي بيحبها أو ست اللي بيحبها بقى لها كارير وما بقتش فضياله وبعدين دوس بوز سيبه بقى على وضعه دا وتعلم نعمل حاجة تانية سيب دي سيب الجعلب الرومانسي أنا حتى جانب التكنيكي وجانب المدرب إحساس إنه فيه عندي مدرب بيسند الآن لاسو وإنه هو لاعب كبير وده أنا من يحاس فيه حاسه سرق أهبل زي لاسو وجابولي إبراهيموفيتش هذا اللي دخل معنا أنا كتعجباني حلقات زفة جدا معلش يعني كسروا كسروا كل اللي ممكن روي كينت هذا يسوي كسروا لأنه صرت معتمد على لاعب واحد وحتى أنا اللاعب الجديم اللي بشخصية تسر ما ليش شخصية أمام ده شي فإنت على أساس إنه تجيب لي واحد كإبراهيموفيتش نفيت شخصية روي كينت ده تماما تماما قتلته تمام يعني مش متفق معك في دي قوي لأنه اللي هم أقدموه في الحتة ديت موجود في الكورة إنه أنا أنا فريق النجم الواحد ساعتها شكلي من جوح يبقى أعمل إزاي فدي ما دايقتنيش أوه بصراحة بس أنا لا أنا دايين إنه ما عملش بيها حاجة بعدين لا أنا إنت معاك حاجة يا محمود هو أكيد شي موجود في الكورة وشايفينه في كل مكان أنا جزدي هذا الوضع والوضع الداخل اللي ساير إيش علاقته بشخصيتنا الانفعالية اللي تعصب دايما ما أنا شايف أنت همشت الشخصية ما صارت شخصيتنا اللي احنا عارفينها ولا وديتنا للمكان حاجتها بالشكل السليم لا هي لا مالكة النادي لا البنت هذي اللي ما يعارفها تحب ولد ولا تحب بنت ولا تحب حرمة ولا تحب مدين بس بتحاول تسقط موابعها اجتماعية وقضنا في الموضوع وقت طويل جدا سايبين نيت ما بنعملش بيه حاجة روي كنت ما بنعملش بيه حاجة جيمي تورت ما بنعملش بيه حاجة بنتات شخصية بنعملش بيه حاجة وعلقت الاتنين دي بقت اهم حاجة في المسلسل بالزبط ولأ وفوق دا كله لازو وكل اللي بيمر فيه طب أنا من يفاهم انت أخذ جانب درامي حلو مرة انه مرته الآن اتعلقت بالدكتور النفساني حاجها طب امسك في حاجة وامشي رح اعمل ايه رح دايس بوس اركنه على جالب بوس وكمل حياته وكمل حياته عادي لا لا يعني من اسوأ المواسم المستمرة اللي شفتها هو الأخير صح المسلسل اه اه والله ما والله ده يعني هو الأخير هو فعلا قرار موفق انه لازم يخلص دلوقتي بس أنا يعني أنا في البداية كنت مبسوط بالمسلسل مبسوط بوحدات الحلقات الحلقات بتاعة زافا بسبب تصميم شخصية زافا كانت عجباني جدا بس أنا صحيت من النوم فجأة لقيتني في الحلقة السابعة وما فيش حاجة حصلت فده لديقني من المسلسل بسرعة هو ولقيت نفسي موقف تومورولاند ماذا أنا سيبته سيبته من الحلقة الثالثة أورا معرفة شرينكينج ووقفته حلقة التاسعة باقي حلقتين أظنه لا شرينكينج حيلو شرينكينج أفل حيلو لا شوف وفي وشايف إنه فيه كمية مسلسلات والله باين مسلسلات كتير اللي طلعت أنا ما شفتها بس في مسلسلينك ده ما شفتوا للآن أنا هشهد الناس عليك الآن وأنت عارف هتكلم عنه أول مرة تعملها ما أنت تتعمل لك يا جماعة أنا أبغى أتكلم هنا وأتناقش على مسلسل زي ما كنت أبغى أتناقش على مسلسل بيتر كول سول بيتر كول سول وتفهم تماما والله متفهم تماما لموقف محمود النبيل أنت بس بتقول النبيل لا موقف نبيل وموقف يعادي للقرصنة وموقف يعادي إنه ليه إنه أنا كجمهور ما يوصلني موقف تمام لكن لا يوجد أي موقف في الدنيا يخليك ما تكمل أو تتفرج على السكسشن أبدا خصوصا إنه الكل بيمدح وبيتكلم عن مسلسل فالآن لو سمحت أنا أبغى أتكلم كلمتين شيل السماعات من رأسك أبغى أكلم الناس ما عندي مكان أتكلمهم على السكسشن أبغى أتجه لهم كلمتين عندك الريفيوز يا أستاذ إذا أنت مكسل ومش عايز تعمل الريفيوز وبتشيلنا أنا القضية زي ما تكون غلطت اتكلم يا بشا نسمع نتعلم كلمتين أنا بس بقول حاجة عامة أنا مين هو هشوف بس لو مطش الميلان نشتغل ولا لا مش عطرنا بس يعني أنا مرة مبسوط أنه السكسشن حيقفل معانا هذا الموسم أنا مرة مبسوط أنه HBO مكملة أنه هي تكون دائما المعيار الأساسي في الجودة صح بتقدم مسلسلات بعض وحيانا تكون أي كلام بس ما بتقدم مسلسل رائع بتكون فعلا رائع وتعرف متى توقف عكس مسلسلات تانية كثير أنا مرة حابب التطور اللي صار في كل الشخصيات أنا جدا معجب بالحلقة الثالثة أنا ما زلت مبهور بالحلقة الثالثة شفتها للآن يمكن مرتين مرتين وشوية لأنه في بعض المقاطع بشوفها في يوتيوب كده على ردات الفعل اللي صارت في الحدث الجلل اللي صار معانا في الحلقة الثالثة ما شفت في أي فيلم أو مسلسل قبل كده تصوير للموت بنفس الروعة بنفس الفاجعة اللي صارت معانا وبردات الفعل اللي صارت تمثيلين كانت ولا أروع أنا ما عندي أي فكرة كيف ممكن ننتهي المسلسل وإحنا الآن باقي تات حلقات وهذه الجودة والجمالية اللي ممكن تصير عليه فبراه والسكساشن وأتمنى يكون لنا وقفة معاه بعد ما يخلص نرجع يا باشا نرجع يا باشا والمسلسل الآخر أنا شفت حلقتين مش عارف إذا كان وصل للثالثة أو الرابعة ولا لسه السيزن الأخير كذلك من باري رائع إمان إنه كل أسبوع يكون لنا سكساشن وباري مع بعض لا وباري أخذ التعقيدات لمنحنى مختلف تماما أنت شفت التالثة أو اللي نصف أنا مكمل للأخير هو أول اللي بنزل نزل حلقتين وبعد كده نزلت التالثة لا والرابعة كمان والرابعة كمان لابنا متأخر شوية وصل لتعقيدات حلوة منطقية يا جماعة باري الحلو في إنه أخذ السهل الممتنع لمرحلة جديدة لازم نسوي لها شيء جديد لما هو السهل الممتنع لأنه السهل الممتنع لأنه نعرف شيء والسهل الممتنع اللي بيعمله باري الآن شيء مختلف تماما أنت عندك شخصيات بعمق غير طبيعي في نفس الوقت بتعطيك أوفر دي توب أو مشاعر كبيرة جدا فهذا أقرب للواقعية من أي شيء تاني الرغم من المسلسل بيحاول يعطينا كوميديا سوداء ومدرئين أنا بشوف يعطينا واقع يعطينا واقع رهيب جدا يمكن باري الوحيد من هو اللي عنده الخلفية إنه هو جندي وقتال قتلة بس أي شيء تاني بيصير معه بمشاعره بعلاقاته سواء مع المدرب حقه حق التمثيل سواء حبيبته السابقة مشاعره الآن هو موجود في السجن الزعيم العصابة وكل اللي سار بينهم رائع والتشعبق الآن اللي وصل فيه ما عندي غير برضو نفس الكلام اللي كان في ساكسشن هيخلص الموسم هو آخر موسم وأنا ما عندي ذرة تشك إيش ممكن تكون النهاية وهذا قلمة الكتابة أنا منبهر بالطريقة اللي وصلوا بيها للقرار بإن دوت يكون الموسم الأخير إن من الآخر وهم بيكتبوا وقالوا خلاص يعني هو ما وصلوا النقطة قليلا دي أحلى نهاية أنا للوقت عندي فرصة لإن أنا أنهي وهي الأنسب وهو ده التوقيت المناسب وخدوا المباركة بتاعة الستوديو وكل حاجة مش جيد كويس الموسم التاني في أول حلقتين أنا حسيت إن الدنيا أبطأ من اللازم شوية حسيت إن أنا عاوز أكون بتحرك أكتر مع باري بس إحنا كان فيه شوية تركيز مع صاحبته وكان فيه تركيز ده بقى في أبل بيس تقريبا أو في تي جي اي فراي دي س حاجة كيرا غربة بنت احتمالات رطفان شيء جميل مش ممكن يا جماعة يعني اللي هي كوميديا موجودة أنت بس دقق فيها شوية وحتلاقي نفسك بتضحك يعني يا الله بيل هيدر أنا أنا خوفي إن بيل هيدر بالإمكانيات الإبداعية الفضيعة اللي عنده ديت ما ينتقش عنها ما يكفي من أعمال إن الرجل دوت مبدع حقيقي مش بسيط شوف أنا 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 في عالم المسلسلات اليوم ويمكن لما أقول في البداية إننا الآن أول شيء حضحي فيه هو المسلسلات لأن المسلسلات تستند في وقت طويل جدا بغالك تستثمر وقت طويل للبحث عنها أنا قلت والمتابعة والانتظار إلينا النهاية فلما يجيك مسلسل عنده الثقة اللازمة إنه ينهي من غير ما يطمع في مواسم مستقبلية من غير ما يطمع إنه جيب ويزيد زيادة يحترمك كمشاهد يعطيك أفضل ما عنده غصبا عنك تحترم ده الشي وتوقف وتنصح الكل وتفرجه فالكل لازم يشوف ساكسشن والكل لازم يشوف باري كلهم حيخلصوا الآن يعني ما عندكم عذر لو خلص إنتوا هتكونوا من المحظوظين اللي هتأخدوا البنج وتتفرجوا على المواسم كلها وراء بعض طبعا طبعا كده انتهى ملف المسلسلات كان عندنا ملف محضرينه للتريلر بس إحنا تخطينا ساعتين ونص فحنعدي بسرعة الفيلم القادم من الأسبوع ده جاردينز وفتا جالكسي جوزء الثالث زي ما قلت الحماس نزل بس جاردينز وفتا جالكسي على الأقل يعني إحنا عارفين إنه هذه النهاية حقتهم فحنخش نعرف هم حينهوا على إيه جيمس جون نهايته مع مارفل ما توقع إنه بغي يسيبهم بباد تيست يبغي يخلي سمعته حلوة جدام الناس فبرضو هذا شيء موثيب للاهتمال بس برضو توقعاتي منخفضة بسبب الأقل أنا رفشي الوحيد المؤسف بالنسبة لي في الفيلم بجانب النمط أو الطريقة اللي الدنيا ماشية بيها هو إن التريلر ما فيهاش أي حاجة ملفتة وده قد يكون أكتر فيلم في تاريخ البشرية نزلت له تريلرز وتيفي سبوتس وفيتشوراتس ويا ربي عصوا ضاع أنا قبل ما نبتدي أصلاً كنا بنلف في التريلرز أنا أطلع عيني عشان أتقلقي التريلر في وسط الهوسة اللي هم عملنا حواليه ما جاك إحساس والناس بتتكلم على الفيلم المشاركة فينا ومطفشوا من الفرانشايز خلاص آه يعني خلاص كريس براد كمان صح لما كان بيتكلم على ماريو كان فيه حماس هنا كان يعني وزوي سلدان نفس الشي الناس تفشت خلاص يا عمي تتتكلم أول فيلم لغاردن دي جالكسي من عشر أسنين أو أكتر يعني خلاص أحنا فينا جماعة دوني شي تاني وإحنا كمان خلاص ملينا وهذا العنق الزجاجة اللي مستحيل تخرج منه مارفل إنه ببتطلع ناس جودة بتخلينا اهتم فيهم أنت للآن ما حتى القدامى خليتنا نفقد الاهتمام صحيح بعضوا على طول حبا فيه فاست اكس الفيلم الجديد في سلسل اندى فاست هندى فيريس انت فاكر السار معايا انت فاكر السار معايا بالتاسع ايه انا خرجت اه يس انت قلت لي انا خرجت وبعدين لما اننزل شفت النهاية وكويس اني خرجت لنه موضوع الفضاء ده وكلام الفاضي ده الفيلم ده كل الأشرار اللي باهم التريلر يعني كل الأشرار اللي فاتوا بقوا مكويسين وكلهم حيواجهوا جيسون مع معه هو ده بقى الشريل الألتماد بتاعه هو تخن ولا أنا يتهيأني لا 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 لغليغ طلعوا لغليغ بقى كده بقى تشمل والله حسوا حسوا وكان معانا رمضان بيأكل ملوجيمات ولا كان بيأكل فطاير ولا حاجة في شي غريبة يعني منظر حقه غير طبيعي عندنا الفيلم الجديد بتاع ده فلاش توقعات توقعات في السامة برضه مايكل كيت الكلام ده وات شوية فيبز من بتاعت سبايدر منه ويهوم وبتاع هذه الفرصة الذهابية اللي دي سي إنه يخلوا الناس يهتموا فيهم لو فلت تديه خلاص لو فلت تديه خلاص لأنه هو هنا يقدر يقول أنا خلاص غيرت الزمن في عالم زاك سنايدر كله على جنب أنا بادي عالم جديد بالاختلاف مسحت الترابيزة وبنزل على مضافة بقى يعني منطقي بس باقي التنفيذ عنده كل العوامل اللي ممكنة زاك اش اسمه ده إزرة موجود بسبب إزرة ده مش هيكل زاك سنايدر اللي انت وعدتني إنه قبل الفيلم ده حتشوفها حتقتنع إنه فلاش له مكانه لو شفتها حتتقتنع بزاك بإزرة ده بدا فلاش هذا واحد اثنين جاب لك مايكل كيتن مرة ثانية في باتمان فسبب كفاية إنه يدخل أشوف بس حتستخدمه بأي طريقة ثلاثة إنه عملت اليونيفرس لأول مرة في دي سي على الرغم إنه دي سي عملتها من زمان في الفيلم الانيميشن الرائع جدا فلاش باردوكس فمرضو ده بتشوف كيف التنفيذ فعين ده كل الأسباب الدعائية الممكنة إنه ناس تدخل للسينما يلا يجننك شوية الموضوع ده في دي سي إنهم عندهم الأفكار ديت وهي الأصل ومن قبل مارفل وكل حاجة وبعدين ما يفكروا شونهم ما يحطوها على التربيزة غير بعد ما مارفل تعمل يعني إنت لو كنت عاوز تسبق في الموضوع كنت تدخل بالكونسب بتاع المالتيفيرس هات كل الباتمين اللي قبل كده أو 2-3 منهم وحرق على مارفل اللي هوم عملوه في سبايدر مان وي هوم وبأنت الأول اللي عمل لا هنعاعد زاجري وراهم واقعد أعمل ألمر السوبر هيروس مع أنه كتير كتير أفكار كانت عندهم في الأساس يعني كده بقول الفيلم الانيميشن اللي طالع من زمان أوه من 2014-15 أو يمكن أجدم كمان جدم الفلاش باردوكس من رائع مشكلة دي سي كانت ولا زالت إدارية إدارية نفهم إدارية يعني اللي سوواه مع زاجري سنايدر أكبر دليل على أنهم ما هم عارفين يتعاملوا مع الوضع عموما عندنا بعد كده تايتل مفاجئ الجزء الثالث من دي إيكولايزر أنا شخصيا لاحب بيت الأول ولا التاني بس الثالث يبدو أنه هو بيغير الستينج تماما بالدنيا بالدور في إيطاليا في مواجهة مباشرة مع المافيا وبتاع لا يبدو ولن يبدو ودنزل واشنطن بالنسبة لي خلاص عالي عمي ما تسلي أدوار أنت رجال كبير ومكرش ما تسلي أدوار زعيم عصابة زي المعلمين اللي حقون الجزارة اللي موجودين في مصر دول اللي يطلعوا هاشتريها منك أما تعمل لي جون ويك زمانك لا أنا من الجزء الأول أصلا أنا مني 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 ملائقة عليه الدور أساسا ومستغرب أنه ناجح جماهريا هو عنده كريزما عنده كريزما أصلا كأفلام عنده كريزما هو عنده كريزما ابن اللي زينة تمام بس الفيلم مو لايك أنا باك ترجع تعطيني أفلام درامية يا أخي خلاص ولو تلاحظ حتى لما نخرج من إيكولايزر برضو سوى فيلمين في النص كده برضو كانوا أكشن يا خلاص يا أخي أعطينا دراما أعطينا دراما أنا تريلر بتاعت الجزء الثالث بالنسبة لي تدعو لشوي التفاؤل عشان تغيير السيتنج ولكن في الآخر نفس المخرج أنت وان في كو إذا أنا مش مقتنع بيه أساسا وإن هو بيفسد أفكار كتير حلوة يعني مخليا أن درجة التفاؤل عندي مترجعة جدا ما هي يا شعي يا لا في التريلر ده حين مسك الأصباع وجل لك الأصباع لو ضغطوا من هنا هيغمى عليكم لا وحيامل حاجة تانية أقزر بكتير بالضبط لا كده أنا سبب إضافي نروح السلم أكيد وشفنا قبل قبل ما نبتدي نصور على طول تريلر لفيلم الجديد بتاع طايكا و تيتي ومايكل فاسبندر بتحكي اسمها نيكست جول وينز بتحكي القصة الحقيقية المنتخب سموة في كرة القدم سبكم من الفيلم سبكم من مايكل فاسبندر سبكم من طايكا و تيتي سبكم من معاب طرح الفيلم أصلا معرفش عن نظر أنت كل حاجة اتفرجوا على التريلر عشان تتحكوا بس كده يعني هم ديئتين احنا كنا بنتفرج كل واحد فينا لوحده و سمعين صوت ضعب في السبيكر التريلر لوحدها منتج كوميدي من أجمل ما يمكن لو فيه شي أبغى أصلا تضعو عليه وأتمنى الكل يتفرجوا إنه أنا أحبه هذا شيء شخصي يا جماعة أنا من وأنا طفل من أكثر الأشياء اللي أعشقها في التاريخ في الدنيا كل ما يعرف به ترانسفورمرز ترانسفورمرز جمع حاجتين أي طفل ممكن يعشقهم في التاريخ السيارات والروبوتات فلما الروبوت يتحول لسيارة أو لطيارة أو لشاحنة فكيف ماهر الصغير كان حيتسوى فكل ترانسفورمرز و أنا صغيرة تفرجت عليه لحد ما كبرنا وشوفنا الفرانشايز كاملة الجزاء الثلاثة الأولى طبعا أحلى من الأخيرة فالآن ترانسفورمرز بمدخل مختلف نفس الأشكال وشال عبرناها بس مدخل مختلف تماما و هنشوف لأول مرة في الأفلام ترانسفورمرز الحيوانات هذي شفتها هنا في الأفلام الكرتون هنشوفها لأول مرة في الشاشة والتريلرز جدا جدا أبك التريلرز حلوة أتمنى الفيلم يكون حلو لأنه ححبط لو الفيلم ما كان حلو زي ما كانت آخر أجزاء لي أنا مش متفائل بي بصراحة حتى بامبل بي الأخراني هم عملوا حوالي هووسة كبيرة لا بامبل بي حلو والله معجب والله بامبل بي حلو إيك عشان أحب بامبل بي أنا بحب بامبل بي معشان كده دخلت الفيلم بس الفيلم مش حلو بامبل بي في الفيلم الأولاني خالص كان أحب anyway شوفوا ترانسفورمرز زي ما ننزل الجماعة بس وخلصنا كده هي أخيرا رجعنا وخلاص بقى نرجع للنمط بتاعنا لغاية لرماندان اللي جاي برضو نبقى ناخد أجازة إن شاء الله لكن احنا دلوقتي رجعنا وشغلين وكل حاجة زي الفل حبيبي يا دود نورتنا أهلا بك في بيتك مرة أخرى شكرا شكرا استحملتني الفترة اللي فاتت يعطيك العافية وشكرا ديتني فرصة شرح للناس شلساير ويا شباب اللي متابعين هنا واللي تابعوا بالذات لحد النهاية هم اللي متابعيننا بشكل كبير جدا ويتابعوا كل شي نقوله أنا آسف لو قصرت وأو حقصر فترة الجاية الوقت وعندي أشياء وأولويات مهمة اليوتيوب أولوية لأنه شي الوحيد اللي رفح عني فأحاول أستمر قدر الإمكان الفترة القادمة ودعمكم أكيد حيكون يعني لون تقدير عالي شكرا لكم ألف شكر لكم جميعا وباي بول مع السلام